اهو جي اليوم اللي هنفخر بيه ونقول احنا من الجيل اللي عاش زمن الملك المصري محمد صلاح افخر وافرح وارفع راسك لفور النهاردة زي مبارح وهيكون زي وقرأ أرقام وراء أرقام بتتكسر بين أقدام صلاح علشان تعيش معاه أجمل وأعظم الأيام في كرة القدم مبارح هداف تاريخي للليفر في دور الأبطال والنهاردة هداف تاريخي الفريق في البريميا الليج وبكرة لسه شاي الأرقام عظيمة أكتر مبارح كنا نتمنى لعب مصري يلعب في البريميا الليج كنا نتمنى نشوف لاعب بيسجل هدف أو حتى يعمل أسست أو حتى يشارك والنهاردة عندنا صلاح فخر العرب فخر مصر فخر العالم كله هو مش بس أعظم لاعب في تاريخ مصر والعرب هو واحد من أعظم لاعب العالم على مر التاريخ شكراً صلاح شكراً علشان خلتنا من الجيل ده اللي عاش معاك كل الإنجازات والأرقام دي ولسه يا أهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة حلقة مبهجة حلقة سعيدة حلقة فيها فرح حلقة فيها فخر حلقة فيها سعادة حلقة فيها محمد صلاح يا جماعة زي ما قلت كده في المقدمة إحنا محظوظين جداً جداً إن إحنا الجيل اللي عايشين محمد صلاح اللي عايشين إنجازات محمد صلاح اللي عايشين أسطورة الراجل ده يا جماعة مش ممكن مش ممكن كل يوم رقم قياسي بيتكسر مش ممكن كل يوم رقم عظيم بيتعمل أجماعة اللي بيعمل ده اسمه الملك المصري محمد صلاح المصري محمد صلاح كنت تحلم كنت تتخيل كان يجي في ذهنك إن يبقى فيه لاعب مصري موجود في البريميال ليج هداف دائماً للبريميال ليج هداف فريقه الأول على مر التاريخ فريقه اللي هو مين؟ ليفربول اللي هو واحد من أعرق الأندية الأوروبية أمش بقولك دلوقتي هو الهداف التاريخي مثلاً يعني لنادي بازل السويسري لنادي جنت البلجيكي مش بقولك مثلاً هو الهداف التاريخي لنادي في الدوري الفنلندي ولا في الدوري أسباني حالو دوري دنماركي التوركي لا أمش بقولك هداف ليفربول في الدوري الإنجليزي الهداف التاريخي للفريق ده في الدول الإنجليزي الراجل تخطى روبي فاولر تخطى ستيفان جيرارد تخطى أساطير ليفربول على مر التاريخ أسماء عظيمة عدت على الفريق ده صلاح فوقيهم كلهم هو رقم واحد النهاردة هداف رسمياً لليفربول على مر التاريخ في البريمير ليج ويشاء القدر إن الرقم التاريخي ده لما يتكسر يتكسر في مباراة تاريخية مباراة تاريخية للليفربول صلاح سبعة سفر قدام منشستر يونيتد يسجل فيهم صلاح هدفين ويعمل اتنين أسست نموذج ملهم رائع أنا عارف إن الكلام على صلاح خلص بس ما هي أرقامه مش بتخلص فطبيعة الحال مضطرين نقرر ونقول ونعيد يا جماعة ده ملهم يا جماعة ده مسل يا جماعة ده قدوة يا جماعة ده ما فيه زيه يا جماعة ده أعظم لعب في التاريخ أكيد في تاريخ الكرة المصرية هو أعظم لعب لي ما فيهاش جدال في تاريخ الكرة الأفريقية هو أعظم لعب في تاريخ الكرة العربية هو أعظم لعب حتى في تاريخ الكرة العالمية على الأقل هيتحط في قائمة فيها عشرة لعبين من بين الأعظم على مر التاريخ فيه كده ده لو تقال مثلاً النهاردة هو مية تخطى روبي فاولر بقى عنده مية تسعة وعشرين هدف مية تسعة وعشرين هدف مع ليفربول في البريمير ليج انت متخيل الرقم انت متخيل بالمناسبة يعني هو جاب المية تسعة وعشرين هدف دول في متين وخمسة مباراة اللي تخطى مين هو تخطى مين روبي فاولر روبي فاولر بقى لما كان جايب مية تمانية وعشرين هدف كان جايبهم في كم مباراة ميتين ستة وستين مباراة يعني محمد صلاح تخطى روبي فاولر منقوصاً عن روبي فاولر بواحد وخمسين أو واحد وستين مباراة واحد وستين مباراة فرق وجايب الرقم ده في حلاوة كده في جمال كده وبعدين من أيام ما كان بيلعب في برونتينا وإيس روما وبيلعب في الدول إيطالي ومتقلق ومكسر الدنيا كنت تقول إيه ده آخر موسم صح مجربين مجربين لعيبك المصريين كما بيروحوا يتقلقوا نص موسم مش موسم كمان نص موسم وبقى كده بيختفوا تقول إيه ده آخر خلاص خلصت ما عندوش تاني راح تشيلسي الإنجليزي وكلنا قلنا لا 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 هو برضو اللعب المصري ما يدرش يلعب في البرامير الليج ما نجحش مع تشيلسي وما لا لا مش هو آخر الدول الإطالي ده بالكتير قوي مش هيدر إيدي أكتر من كده يروح ليفربول يعمل موسم خرافي خرافي يسجل 34 هدف في 38 مباراة وبالمناسبة ده رقم كياسي أيضا في البرامير الليج في تاريخ البرامير الليج ما فيش لعب سجل العدل الأهداف دي في 38 مباراة في تاريخ الدول الإنجليزي قلنا برضو إيه دي حلوة البدايات هو بس إيه منتشي وفرحان بالدول الإنجليزي وعايز يعوض اللي حصل في تشيلسي فجاب الأرقام العظيمة دي الموسم اللي بعده هدفل الموسم اللي بعده هدفل الموسم اللي بعده بياخد دوري أبطال أوروبا ما بيخلص وتفضل تقوله ده أخرك يقولك لا عارفت كلمة بتبقى بتتدايق على حد ولا في حد بيتكلم معك ولا مستقبر نفسه كده وحاسس إنه جامد فتقوله ده أخرك أهو ده صلاح تقوله ده أخرك يقولك لا مش آخر لسه عندي تاني ده أخرك لا أنا أجمل من كده بكتير ده أخرك لا لا أنا معدي معدي كل الناس آه محمد صلاح معدي كل محمد صلاح يا جماعة أسطورة مصرية مش بس في كرة القدم ده نموذج تاريخي في تاريخ هذه الأمة وهذه البلد الكل يتعلم منه الأراضة وإنه إزاي يرفع علم بلده إزاي يشرف بلده إزاي يبقى صورة عظيمة لبلده إزاي نموذج نموذج أقرب للمثالية في الاحترافية الفرقة بتاعته تبقى وحشة هو كويس الفرقة بتاعته تبقى جامدة يبقى هو أجمد واحد الفرقة بتاعته بتاخد بطولات ما يهبطش يفضل مكمل مفيش مفيش بعد كده جمال هندرسون النهاردة تحدث عن ده وقال إن محمد صلاح ما بيفكرش في حياة غير كرة القدم يوروان كلوب النهاردة تصريحاته عن محمد صلاح مدهشة وقال حاجة مهمة جدا وقال حاجة مهمة جدا قالك إنه تأدير الناس تأدير الناس لمحمد صلاح دلوقتي هو تأدير كبير بس محمد صلاح هياخد حقه أكتر في المستقبل لما الناس تتذكر هذه الأرقام وتقعد تفكر هو إزاي قدر يكسر الأرقام دي كلها في الوقت القصير ده العالم كله يتحدث عن محمد صلاح النهاردة لأكاونت الرسمي الحسابي الرسمي لبريمير ليج النهاردة منزل أرقام محمد صلاح لو أكتر لاعب في تاريخ البريمير ليج بشكل عام يسجل بقدمه اليسر أكتر لاعب أفريكي يسجل في البريمير ليج أكتر لاعب في تاريخ الليفربول يسجل أهداف أرقام أرقام عمالة تتكسر وعمالة تتوزع انت متخيل عفل ليه بقولك متخيل دي وأنا من جوايا قوي إحنا يا جماعة الجيل أيام هنا على التلفزيون المصري لما كانت تزاع مباريات أوروباية وإحنا صغيرين ناس تحديدا لهم جيل التمينات اللي زحلاتنا واللي قابلنا طبعا لما كانت تزاع مباريات على التلفزيون المصري وعلى قناة نايل دي في أنا فاكر كويس أول أيام دي وبعد كده لما كانت تزاع في أي مكان آخر كنا نقعد نبص كده ونقول ياه لو عندنا لاعب مصري يالن فعيلعب في المستوى دا كان بيعدي محترفين مصريين محترمين وأسمائهم كبيرة على المنشط الأوروبية دي بس كنا بنتنشأ على لاعب يشارك لعدد دقيق معينة يعني لما كنت أنا فاكر والله لما كنت مش عايز أذكر أسماء عشان ما حطش يعني محطش مقارنة هو طبعا محمد صلح خارج المقارنة يعني بس لما كنت بشوف الحكم واقف عشان يغير لاعب مصري واقف على الدكة نازل في ديئة تسعين كنت بطنطط من الفرح نازل في ديئة تسعين بجد هيلعب ويا سلام لو سجل هدف ويا سلام لو عمل أسست كان زمان بنحط الفاكرين انتوا طبعا الفيديوهات والأهداف دي كان النت طبعا وقتها مش بالسهولة زي الآن يعني ندور على المقاطع بتاعت اللقطات دي حتى لو مدافع شال كورة كويسة مدافع مصر شال كورة كويسة في راحة احتراف نجيبها ونوزعها لبعض ونبدل هاردات وخد لا شوف خش شوف الهدف ده جاب هدف خرافي هدف دلوقتي صلاح مش عارف تشبع معاه خد أهداف خد أسستات خد إنجازات خد أرقام خد فخر خد عزة خد كل حاجة مدهش أصلي بيحصل ده أكتر بكتير من أنه كان يجي في خيال أي حد مع كامل الاحتراف وبصراحة أمش قد أس بس أقول حاجة لما يتقيل في النص كده بس أقول بصراحة برضو محمد صلاح ما كانش نتاج حاجة منظمة هم محمد صلاح حالة استثنائية كده حصلت لو حاجة منظمة هنفهم إنه ممكن يبقى فيه كذا محمد صلاح بس هو حصل طفرة كده لمحمد صلاح وتحسب له هو أولا وتحسب له هو أولا إنه حافظ على نفسه واشتغل باحترافة مش عايز أقول نفسينا تشوف محمد صلاح واي 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 بس عشان إذا متنشوف محمد صلاح مش كل حاجة بتحصل بالصدفة لازم يبقى فيه شغل وتعب كتير قوي عموما عشان مش عايز أتفرع في حاجات دون أقيمة دلوقتي وإن كان هي كوميتها المفروض تبقى هي اللي شغلة باننا كلنا بس محمد صلاح نهار ده خلع التيشرت بتاعه هو بيخلع التيشرت بتاعه اللي هدف التالي سجله النهار ده الهدف اللي قسر الرقم القياسي تقولوا لعبقى خلاص إيه لعبقى التيشرت بقى خلاص خد انذار بس الرقم ده مش هيتقع خلاص أول رقم أنت وصلت للبيك خلاص أنا الهدف التاريخي افرح بقى يعني المشاهد دي بنقول دايما للعبين كلهم بلاش بقى عشان متاخدش انذار ومش عارف إيه لا خلاص دي حالة ده يقوم جي ليلة ليلة من ألف ليلة وليلة فافرح واسعد وفخر يا ابن مصر بابن مصر محمد صلاح شوف يا أخي لأ أنا فرحت النهار ده فرح لمحمد صلاح واخوكم الغالبان دوت الفرقة اللي بيحبها في إنجلترا هو فريق منشستر رينايتد يعني يوم ما فرحني خلص على الفرقة اللي بحبها بس كده كده أنا بقالي بقالي كام سنة كده يعني بشجع أكتر ليفربول عشان خاطر محمد صلاح هو يستحق يعني نهار ده ليفربول عمل حفلة على منشستر ينايتد حفلة على منشستر ينايتد جاج بسجل الهدف الأول بعد كده نونس سجل الهدف التاني وبعد كده جاج بسجل الهدف التالت محمد صلاح بقى قالك أخش الحفلة رح سجل هدف الرابع بطريقة رائعة جدا نونس سجل كمان هدف تاني ليه ويه الخامس لفريقه بعد كده محمد صلاح قال لك لا أقصر يا رجل بالهدف الأول كان عادل رقم روبي فاولر قال لك لا بيبقى إن في حفلة فاقصر الرقم بقى رح سجل الهدف اللي خلاه انفرض بصدارة هداف ليفربول على مرة تاريخ في البراميال ليج والهدف الأخير سجله البديل في المينيو بواجب كده من محمد صلاح قال له خد هاتجول خد خد شارك معنا في الحفلة يوم حلو يوم حلو يوم حلو بشكل عام يعني طيب تعالوا نروح بقى إيه لأرقام محمد صلاح التاريخية العظيمة مع نادي ليفربول وهي أرقام مدهشة وعظيمة تعالوا نشوف محمد صلاح أصبح الهدف التاريخي لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 129 هدفا خلال 205 مباراة متفوقا على روبي فاولر صاحب 128 هدفا خلال 266 لقاء ياسئيدي سيبوني أغني النهار ده بقى الهدف التاريخي لنادي ليفربول في دوري أبطال أوروبا برصيد 42 هدف خلال 6 مواسم متفوقا على ستيفن جرارد صاحب 41 هدفا خلال 14 موسم كما أنها أكثر منسجلة بقاميس ليفربول على ملعب أنفلد في الشامسليج ملعب ليفربول برصيد 19 هدفا قول كمان الهدف التاريخي للعرف في الدوريات الأوروبية برصيد 175 هدف خلال 346 مباراة متفوقا على المغربي حسن أقصبي لعب أنديت نيم أولمبك وستادريمس ومناكل فرنسية بـ 173 هدفا في 293 مباراة اتربني يا جمالك أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في الشباك منشستر يونيتد لست مباريات على التوالي بمختلف البطولات كما أصبح اللاعب الثاني الذي يسجل عشرة أهداف في مرمى منشستر يونيتد بعد الأسطورة سوية نيوكاسل ألان شيرر ماشي تصدر قائمة الهدفين التاريخيين الأفارقة في الدوري الإنجليزي بالرصيد 131 هدف خلال 218 مباراة كما أنه أكثر اللاعب أفريقي يسجل أهدافا في دوري أبطال أوروبا متساويا مع ديديد رجبة بـ 44 هدف مدهش رائع بقولك الكلام عن صلاح ممكن يخلص هو بقى نفسه مش بيخلص عشان كده مضطرين والإطرال الحلو الجميل أنك طول الوقت تتحدث عن عظمة لاعب وأنا كمان مش يعني مع كامل الاحترام يعني هو مش مجرد لاعب عظمة إنسان مصري مشرف خلينا دايما رأسنا مرفوعة للسماء صورة محمد صلاح وهو على كل المواقع العالمية أخبار محمد صلاح تصريحات أساطير العالم عن محمد صلاح أداء محمد صلاح اللي مش بينزل ولا بيهبط بقولك حتى لما الليفر بيهبط محمد صلاح مش بيهبط بيهبط في المستوى مفيش احترافية مدهشة أسطورة بكل المقاييس إنسان يشرف أي إنسان مصري ملهم بقى ونموذج وفخر كل الكلام الحلو اللي إنت عايز تسمعه وتسمعه يعني بص هو إحنا هنبقى فرحانين النهاردة كلنا وكلنا النهاردة هنبقى فخرين بس ما فيش حد يبقى فخور بمحمد صلاح أكتر من اللي اشتغلوا مع محمد صلاح دون الناس بقى اللي اشتغلوا مع محمد صلاح اللي هما لما يشوفوا محمد صلاح كده يقولوا إيه ده خارج من تحت يدي آه طبعا صلاح ده كيان منفصل بذاته هو عمل كل حاجة لنفسه بس فيش شركاء شركاء سعدوا ودعموا ومهدوا الطريق عشان يكون محمد صلاح في المكانة دي وأكيد هم لو إحنا فخرين هم أكثر سعادة وأكثر فخرا واحد من هؤلاء طبعا الكابتن الكبير كابتن دياء السيد مدرد منتخب مصر الأصبكة كابتن دياء مشرف ومنور كالعاد الله كريم انت يعني عامل انترو رائع بصراحة يا ربي خليه كابتن وعمله طبعا صلاح اللي مدينا أو مديك كل الأفكار وكل الكلام وكل الحاجات دي كلها طبعا صحيح وبالمنظر اللي قدامنا هو فعلا يا ده الفخر انت بقى انت انا بقول يعني وانا بفرج على المباراة نهارة ومش المباراة يعني بفرج على صلاح الانجلزات العظيمة اللي بعملها دي انا مبسوط وفخور ما بقى لك انت انا بعد اتخيل اللي زي حضرتك انت وكل الناس اللي اشتغلوا معاك انت بتبقى حاسس بايه والله بص كل اللي لمس مع صلاح وانا من الناس اللي لمست معاك طبعا لمست معاك تدريبيا انا طبعا المقصود يعني طبعا بيبقى سعيد وفخور انه بطاعد تفتكر وبيقى افتكر كده الاعادات والمعسكرات والماتشات والمواخف اللي حصلت بقعد ارجع كل ده في دماغي ارجع كل ده في دماغي اقول ايه الفتحة الجميلة اللي انا قضيتها دي وانا ما كنتش عارف انه هيطلع منها كده بالشكل ده طبعا الواحد فخور بي ويمكن انا يمكن عشان لسه انا قريب من فببقى لامس حاجات كتير فيه حاجات كتيرة قوي ملمسة وفيه حاجات كتيرة جدا شايفها نفسي نفسي يا كريم يعني انا هتجنن بصراحة يعني عشان نستفيد من المثل ده انا مش عارف مش عارف احنا ليه متقعصن انا مش عارف احنا ليه قاعدين احنا عندنا حاجة نمسك فيها ونقعد نسمع يعني انا انا بتجنن ان احنا عندنا قصور كنت تخيل كرة القدم بتاعتنا مع احترام الكل اللي شغالين في كرة القدم وانا منهم احنا بنبقى حزننين على حاجات كتيرة بتحصل البكورة عندنا دلوقتي وقت ايه بكل العالم بقول صلاح ده طالع من من كرة القدم المصرية فانت طب ازاي نحول الحاجة الحلوة الكبيرة دي عندنا لأساس شغل انا نفسي في حد يطلع نفسي من ما اعرفش مين عشان ما ما اروحش على حد بعينه يقول ده نحطه صلاح ده بكل اللي بيعمله نحطه اساس شغل الاجيال ما تخليش الاجيال تبقى عندها طموح بمثل صلاح اه طبعا يبقى عندها طموح بمثل صلاح بس اديهم حاجة على ارض الواخ علشان نحقق اجزاء كتيرة لا بس انا هاوضع هاوضع كلام حضلك اللي انا فهمه كويس بس اتمنى السادة مشاهدين كمان يبقوا فهمينه انت بتتكلم الاستفادة من من الكابتن محمد صلاح طبعا مش استفادة بس في ارض الملعب ومنتخم مصر لا انت تقصد كنموذة كمؤسسة يعني محمد صلاح ده مؤسسة صلاح مؤسسة بتتحرك مؤسسة يملقها الطموح صح ويملقها العمل الجاد ويملقها الصبر ويملقها المصابرة مليانة كل الحاجات دي اللي هي امثال لكل الشباب مش فاكر في القدم بس وكل المجالات عندنا ناس ده الورد في المجال اه مش عايز انا نفسي بقى الصلاح عمل كل الحاجات دي باجزاء مساعدة وسيطة جدا من خلال مدربين في اندية وفي المنتخب لكن هو الجزء اللي اكبر يملقه هو احنا عايز انا عايز اعمم ده انا عايز اعمم ده وهي بقى مشروع قومي بس انا نفسي في ده نفسي ان محمد صلاح مؤسسة محمد صلاح تترجم كمشروع شغل لجيل الشباب في كل الالعاد انا بس هكمل على كلام حضرتك انه هو اجماعة دلوقتي احنا محمد صلاح بالنسبة لنا مش لاعب يعني لو في مسؤولين في كرة القدم في مصر انت لا لا تحرج انك تقول له والله احنا نديلي الكرة في مصر ازاي والله المسابقات بتاعتنا تبقى عاملة ازاي والله كطاعات الناشئين مفروض نشتغل فيها ازاي يعني ما تبصش محمد صلاح انه لاعب وسط لاعبين في منتخب مصر لا هو طبعا لاعب وبيقدي وبيشتغل بس هو اكبر من كده بكتير يعني هو في مكانة ممكن نستفيد منه اكتر من مطشين تلاتة وهدفين تلاتة لا اهو الموضوع اكبر من كده طبعا اكبر من كده انا نفسي المشروع محمد صلاح كمؤسسة بهذا الانتاج الغذير اللي كل العالم بتكلم عنه النهاردة انا نفسي ان احنا نستفيد منه بشكل كويس وان احنا نعمل احنا عملينا تخبط في بعض ولما تبقى فيه اي حاجة نطلع نقول صلاح مقاطع صلاح ما عملش صلاح عمل صلاح بيعمل انت مش عايز تشوف لكن صلاح بيعمل وبيعمل حاجات كتيرة جدا الحاجات دي محتاجة تترجم لمشاريع تترجم لمشروع ناجح في القوض وفي المكاتب وعندنا من ينفذ هذا صحية صحية طيب انا الاول لازم اقول لك انا سعيد جدا يا كابتن دي اللي انت خدتنا في النقطة دي انا وانا بفكر اتكلم معاك النهاردة عملا اقول نفسي عملا اقول كلكم تتلموا في الحاجات دي لا ده هاي لك بس دي نقطة مهمة او زاوية مهمة جدا انا بقول لك وانا بفكر النهاردة قلت اتكلم الكابتن دي مسلا اقول له ايه اه كابتن دي هو محمد صلاح لعيب عظيم هو محمد صلاح لعيب جامد ما كله كلام خلاص ومش محتاج نقوله يعني بس حراك الزاوية اللي انت خدتها دي هي زاوية في منتهى الاهمية في منتهى الاهمية ويرب يكون حد مستمع جيد لهذه النصيحة يا رب يا اخي النهاردة هندرسون بعد المباراة قال او اشاد هندرسون طبعا قائد ليفربور قال ان محمد صلاح هو بيكرس حياته كلها لكرة القدم وده نقطة اصلا ممكن يتبني عليها كتير يا كابتن دي انك بيحضر اول واحد وبيمشي اخر واحد انت واخد بالك التمرين انت متخيل انك تنتزع احترام والكلام الحلو ده كله من الاوروبيين او من الانجليز او من كل العالم الاوروبي فده دليل انك انت عندك عقلية من حديد مفيش الحاجات الصغيرة بتأثر فيك وبتوصل فيها وعارف شغلك ازاي وعارف امتى لما يكون فيه انكسارات للشغل ازاي ولما يكون فيه نجاحات تفرح ازاي صلاح يملك ده وبيشتغل في ده وبيعمله عشان كده العمل والشغل احنا عندنا الناشئ او بيجيب جون او بلعب ماشي كويس بتلاقي عنده خمسة وخمسين ستوري يا عم يا بقل عن الستوري ركز تشتغل ده غير باله هون اجمل فرقة زي محمد صلاح في ليفربول هو اسطورة الفريق دلوقتي انا طبيعا هروح التمين اخر واحد وغالبا مش هتمرن اساسا مناكية كده اسطورة الفريق ده ده عادي يعني لا يعني نفسي حد يوصل للناس دي شغل الولاد دول بقى عندك موهبة ما تحرقهاش بالاستقرام والستوري والموري يا ابني اشتغل عشان توصل لمكانك كويس وربنا بعت لنا مثل طالع من وسطي مكافح وجايد واشتغل واشتغل على نفسه واشتغل على عقليته وربنا كرمه في مكان فانا انا نفسي انه 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 انا هقولها بقى اي مسؤول يا جماعة يعني احمل ده اساس لمشروع كبير لناضي الشباب مصر شباب مصر زي الفل اه وفي ناس كتير اقوي بتكافح بس احنا عندنا مثال ناجح جدا جدا لا نعممه نعممه بالشغل مش قصدي نعممه انه احنا نجيب صورته ونحطاه قدامه لا نعممه بالشغل صحية صحية كابتن الكبير كابتن ضياء السيد مداري منتخب مصر الاصبك واحد من اهم الناس اللي اشتغلت مع محمد صلاح في شبابه او حتى في خبراته الكبيرة في المنتخب الاول مش عارف اقول لي والله يعني عارفين الكلام من حلوته مش عايزه يخلص نهاردة محمد صلاح بعد المباراة قال انه هو واحد من اسعد ايام حياتي طبعا واحد من اسعد ايام حياته من اجمل ايام حياته قال بعد ما وصلت لهذا الرقم الكياسي مع ليفربول واصبحت الهداف التاريخي للفريق في الدوري الانجليزي وقال انه هو حطم رقم كان بيسعى من زمان انه هو يوصل له وقال انه هو بيتمنى في حصد الارقام الكياسية الكبيرة والبطولات مع ليفربول وقال انه بيتمنى ان الفوز على منشستر يونيتد يساعد فريق ليفربول انه ينهي الموسم في المراكز الاربعة الاولى وقال انه احنا ترجمنا الفرص بشكل جيد وكنا رائعين في الانهاء امام المرمى وده ساعدنا في تحقيق الفوز وكنا موفقين في معظم الفرص وقال انه كان يتمنى ان فرمينيو النهاردة يسجل هو وجوته بعد ما نزله لكن فرمينيو فقط هو من سجل والفريق بالكامل سعيد لجوتا وفرمينيو اللي كانوا عقدين من فترة غيب اسمع بقى واستمتع بتصريحات يورجان كلوب واحد من اعظم المدربين على مر التاريخ وهو يتحدث عن محمد صدح قالك ايه ده على لسان يورجان كلوب قالك 129 هدف مع نادي بحجم ليفربول ده شيء جنوني وقال ان الرقم لا يصدق لمحمد صلاح وانه لاعب استثنائي واحنا نقدره جيدا ولكن ولكن في المستقبل هينظر الناس الى مسيرة محمد صلاح ويتعجبون ووقتها هيحصل على التقدير اكبر بكثير من اللي بيحصل عليه دلوقتي قال كمان ان احنا دلوقتي بنشوف شيء مميز وشيء تاريخي يتحدث عن محمد صلاح شكرا محمد صلاح والله من القلب مش كلام منمك ولا كلام حلو انا بقول شكرا عشان النهاردة انا جاي فرحان الناس فرحانة الناس الشعب المصري فرحان الشعب العربي فرحان جاي النهاردة فخور كده وراسي مرفوعة فرحان ان انا مش جاي في بداية الحلقة بتكلم عن مشاكل ومين اتخانق ومين خسر ومين حكم صحة ومين حكم غلط في نموذج عظيم مصري زي وزي زي وزي مع نفس الجنسية كان نفس الاكل وشرب نفس الشرب ومشي في نفس الشوارع العلم كله بينده باسمه والله فرحان من جوه جوه قلبي وانا متأكد ان ده شعور حضراتكم متأكد يعني فيه بس حاجة على الهامش بقى هي في المباراة دي مباراة ليفربول ومانشستر وينايتد بس على الهامش شوية وركز معايا فيها راجل تين هاج المدير الفني ليه مانشستر وينايتد اللي عامل موسم خرافي مع مانشستر وينايتد موسم رائع قبل طبعا كارستة اليوم بسبعية أمام ليفربول موسم رائع أقصى ليفربول من الدوري الأوروبي فاز بكأس الرابطة الإنجليزية كان قبل المباراة دي كان قريم من المنافسة على لقب البريميا لك حتى لو بعيد شوية بسيطة من أرسنال ويه مانشستر سيتي ماشي بشكل كويس في كاسل التحادي الإنجليز كل حاجة ماشي بشكل رائع جدا في منشستر وينايتد عايز يسهل على تين هاج خارج من المباراة شايل سبعة فعايز سهل على تين هاج شوية قال له بس انتو كان عندكو الفترة اللي فاتت دي ضغط مباريات كاسر الاتحاد وكاسر رابطة والدور الأوروبي بعد كده في مباراة مهمة في الدورة الإنجليزية أمام ليفربول فانا قلت ايه تين هاج هيمسك في دي وقال له ايوة هو كده بالظبط احنا خسرنا سبعة عشان الضغط والإرهاق انت الحقيق تاني يا ابني والله راحتين هاج قال له لأ طبعا ما فيش الإرهاق ما كانش مقصة عيان النهاردة ما كانش فيه ضغط ولا حاجة وانه اللعيب النهاردة كان فيه مشكلة في الأمور الزهنية والتركيز في الملعب وكان فيه أخطاء من اللعبين وهو ده اللي خلينا النهاردة نخسر المباراة بجد بجد والله يعني هو فيه حد ممكن يخسر سبعة وما يقولش أصل فيه حكم وأصل فيه اتحاد وأصل فيه ضغط مباراة هو فيه حدك بيعمل كده يا جماعة بتخسر سبعة انتوا فاهمين العقلية رايحة الفين انت عارف احنا اللي عندنا بيخسر بجول بيعمل ايه اللي بيخسر بجول مش بسبعة بيعمل ايه كل العالم يتأمر وكل العالم سيء عشان خسر بهدف ده خسر سبعة وما طلعش قال مبررات هاوية برا فريقه ايه نعم هو حمل اللاعبين وباعت شوية عن المساعدة دي اخدها عليه شوية عشان هو النهاردة كان له اخطاء بس اتكلم على فريقه ما اتكلمش عن ظروف خارجية احسبها بقى زي ما تحسبها احسبها زي ما تحسبها عشان كل مرة وانا بقف هنا بقول انه الفريق الكبير الفريق الكبير لا يتحدث عن ضغط ده ادرك يعني منشاستر نادي ده بيلعب فين بيلعب في الاوروبا ليج وبيلعب في كاس الاتحاد ولسه مخلص كاس رابطة الاندية وبيلعب فيه الدوري اربع بطلات تحديدا كل تلات يام مطش فعليا يعني ولا هوا ولا نفس القصة بقى منشاستر سيدي نفس القصة ريال مدين نفس القصة برشلونة انت فريق كبير فريق كبير ما بتكلمش عن ظروف خارجية يتحدث عن اخطائه منشاستر نادي ده اللي عامل اداء رائع جدا طول الموسم النهاردة عامل اداء كارسي كارسي ما اقل لكش بقى ايه اصي الناس بتحبيني فاكيد انا ما بغلطش فيبقى فيه حاجات خارجية لا هو فريق اللي كان مش كويس النهاردة وخسرنا المبارة بسبع هداف خلص سهلة بالمناسبة بقى دي قصة تانية خالص تفتكر وقعد برضو اسرح بخيالك شوية لو فريق كبير في مصر خسر من فريق كبير في مصر اهلي او زمالك يعني ايهما يعني التاني اللي يكسى بالتاني عشان هما دول اكبر فريقين احنا هرده بنتكلم نفس الليفل في انجلتار ونهارة ليفربول ومنشستر ريناتد تفتكر لو فرقة من دول خسرت من المنافس بتاع سبع صفر المدرب كان هيكمل نصف ساعة كمان مستحيل مستحيل تينهاج مكمل مع منشستر ريناتد ومشروع وعقد وكل حاجة ولا حد بعد المباراة قالك هل تينهاج يرحل ولا مثلا المراسل قال له هل ستستقيل بعد هذه النتيجة الكبيرة ولا الهوى مباراة بظروفها وخلصت بس شوف الدنيا سهلة ازاي دروس يعني ما هي دروس تستفيد منها طب ده درس خدنا من منشستر ريناتد تعال اديك درس بسرعة مش انا اللي اديك يعني هما اللي بيدونا اديك درس بقى دهونا النهاردة ليفربول من ناحية تانية فريق حاله حال الموسم ده مركز متأخر في الدولة الانجليزي خسار متتالية مشاكل في دولة الابطال مشاكل في كسل الاتحاد مشاكل في كسل الربطة نتائج عالمستوى النتائج كل حاجة سيئة في ليفربول السنانية كل حاجة كل حاجة هل مثلا ادارة نادي ليفربول قالت لا احنا لازم نمشي يورجن كلوب في نص الموسم ونجيب مدرب تاني هل تلعت الادارة وقالت انا هوقف لعبين هل تلعت الادارة وقالت احنا فيه لعيبة عندنا مش بتلعب برجولة وبأداء جيد هل الجماهير شتمت الجهاز الفني واللعبين هل اي حاجة حصلت والفريق بيقدم مستوى متدني كثيرا عن مستوى الموسم اللي فاد اللي كان رائع جدا ليفربول لا حالة بيتعرض لها اي فريق مرحلة وهتخلص فالفريق اللي بيعاني ده كله عشان واخد الدعم من الجميع حتش عنده مشكلة فيش ازمة الخسائر ما عملتش كوارس في النادي الفريق النهاردة بيكسب سبعة الفريق اللي بيعاني ده كله كسب سبعة كسب سبعة مين تأمل وتخيل واستمتع بما يحدث دروس دروس مجانية كلها دروس حلوة طيب نجم مصري في امريكا اسمه اسلام عبد المعين هو لعب منتخب مصر لألعاب القوة ومنازمة محمد صلاح يعني والاسماء العظيمة المصرية العظيمة دحق المدالية الزهبية في بطولة العالم اسمها أرنولد كلاسيك للمصرعة الأمريكية كانت البطولة تتلعب في أمريكا اسلام معايا الآن عبر سكايب عشان نباركله ونهنيه ونقول له برضو انت مصري عظيم بتشرف اسلام مساء الفل مشرف ومنور وآلف مليون مبروك هذا الإنجاز العظيم اللي بارك فيك يا أستاذ كريم وقالت مبروك للشعب المصري العظيم جيد كله وبشكر اترك البرنامج جراقم عشرة واشكر الشعب المصري كله على وقفته معانا ودعمه للرياضين خارج من مصر ده نتشرف جدا يا اسلام وانت اللي شرفتنا ورفعت رأسنا في البداية كده عايزك تقول لنا الأول ايه هي البطولة ده تفاهم السادة المشاهدين والجمعين المصرية أكتر هذا الإنجاز العظيم ازاي وسلت له طبعا أنا نحقق المديريا في بطولة ميستر لانبيا 2020 للقوة البدنية فطبعا البطولة أرنالد تلاس جديد احققا من أقوى البطولات المحترفين اللي بتتلعب بالتنة ال89 تمام فتأهلي لها اللي أنا بطل ميستر لنبيا في القوة البدنية فده المرحلة الثانية تبقى مرحلة المصرعة الأمريكية ماكروس لنج نفس التامرينات بتاعة والقوة البدنية بس هي بتحتاج مجهود وتكنيك أكتر غير اللي انت بتشيل وزن لا انت بتشيل وزن اللي قدامك مع قوة اللي قدامك صعبة جدا بمعنى ان هي دي تعتبر دي تاني مرحلة للترونج مان يعني آخر حاجة مرحلة للترونج مان أكوى رجل في العالم فهي بتبقى مراحل بحضر الله يتنشى عليه خطوات فهي بتبقى أدنية وبعد كده مصرعة أمريكية وبعد كده الترونج مان أنا عرفت أنت لعبت أبطال كسر في هذه البطولة أبطال قريت شوية حيات كده وأسماء عظيمة بس برضو كررها للسادة المشاهدين عشان امتبعين اللعبة كمان يعرفوا أنت تخطيت مين يعني طيب اللعبة قوية جدا وكان فيها أسماء عظيمة جدا ونفس من أبطال العالم من أصبريجان من روسيا من أمريكا من دولة الميجيريا يعني أبطال يعني عايد أقول لحضرتك البطولة كانت ناشطة قوية جدا وكان كلنا كنا متقربين من بعض في الأطوال وفي الأوزان وغير كده أنا بلعبت الوزن إيه دي وإيه الوزن اللي بيتقى فوق المئة واربعين كيلو ده يعني ممكن لقى مئة وسبعين مئة وثمانين كيلو برحفت يعني المئة وربعين وانت طالع طيب إنت إزاي بقى وسلت للمرحلة دا يعني البدايات كانت إيه اشتغلت إزاي عشان توصل لهذه المرحلة العظيمة عرف الناس أكتر إزاي وسلت للمرحلة الكبيرة دي ثامة 2021 شاركت في مستر أوليمبياس أرنول في مستر أوليمبياس المصارع الأمريكية سمات ريسلينج واخات المجرية الفضية طبعا ما شاركتش في 2022 فيها بس رئيس الاتحاد الدولي بعث لي البعوة قال لي نازم تشارك معنا في أرنولد كلاسيك سنة 23 في أوهايو في فلومبوس فالحمد لله كان عندي خبرة وكان عندي منافسة مع عبطال أفوية كانت 21 في أورلاندو في لوريدا في مستر أوليمبيا حقا دفع المدالية الفضية فالحمد لله فدعم انت أهلي وطبعا آخر بطولة مستر أوليمبيا سنة 22 وعشرين وكلاسيك شانت هي دي كانت البيعن أو المؤهل للأساسي بتاعي اللي هو يأهني الأرنولد كلاسيك سنة 23 سلام أنا بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك ودايما يا رب رافع رأسنا وعمل إنجازات عظيمة إليك وانا بوصل بواجه رسالة لسالة الرئيس عبد الفتاح إحنا كلنا بنشكر حضرتك وإحنا دايما حضرتك دائم للرياضيين وبنحب نشكرك وإحنا وإنتا في ظهرنا وإحنا يعني نعتبر ولادك وبنرفع على مصر لكن وسط الأجانب وسط البلاد البعيدة طبعا ودايما الأمريكان عندما يتفرجوا علينا يقولك انتجاه من مصر انتجاه من المكان بعيد ومنبهرين دينا كما تريدين أنا بأنيك يا إسلام ومشكرك شكرا جزيلا إسلام عبد المعين لعب منتخب مصر لعب القوة وإنجازات عظيمة جدا بعد محاق المديلية الزهبية في بطولة مهمة جدا في أمريكا طيب تحاد الكرة أعلن اليوم رسميا تعاقده مع البرتغالي في تور بريرا لرئاسة لجنة الحكام المصرية وهو الخبر اللي انفرض به رقم عشرة منذ عدة أيام عقد الرجل البرتغالي الرئيس اللجنة الحكام الجديد هيكون حتى 2023 2024 وزي ما قلنا نبارح فيه رقم عشرة إن العقدة هيكون موسم ونصف مقابل 18 ألف دولار شهريا وإن بريرا هتكون إقامته معظم الوقت في مصر لمتابعة عمل اللجنة عشان ما بقاش زي كلاتنبرج ونتمنى يكون أحسن طيب من هو بقى في تور بريرا رئيس لجنة الحكام الجديد هو من موليد عام 1957 عنده 65 سنة وخاض مسيرته التحكمية في الفترة ما بين 1989 حتى 2002 قبل أن يعلن اعتزاله دوليا طيب ما هو ده اللي هكتر السعيلة جماعة مش عشان ما ناتش تاني طال رئيسة لجنة الحكام البرتغالية خلال موسم 2015-2016 قبل أن يرحل بعد ذلك وقام الاتحاد الدولي فيفا بتعيينه كرئيس لجنة الحكام اليونية في الفترة ما بين أغسطس 2017 إلى عام 2021 في 23 سبتمبر 2021 تم تعيينه كرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الروسي حتى مارس 2022 قبل استقالات بالمناسبة هو أضار مباراة بين الأهلي والإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر عام موسم 1999-2000 المباراة اللي فاز بيها الإسماعيلي أربعة اتنين وقتها محمد براخات سجل هدفين للإسماعيلي وأشهر بطاقة حمراء في وجه سعيد عبدالعزيز لعب النادي الأهلي وقتها هذا الحكم البرتغالي طيب ننوح ليه أخبار نادي الزمالك ورقم 10 بيكشف كواليس تحرك الزمالك لاختيار خليفة جوزبالدو فريرا تعالوا نشوف أولا إدارة نادي الزمالك استقارت على البحث عن مدرب جديد لقاية الزمالك خلفا للبرتغالي جوزبالدو فريرا المديل الفني الحالي بسبب تراجع نتائج الفريق بداية من العام الجاري ولكن هذا القرار لن يتم اتخاذه بشكل سريع وسيتم الانتظار لمعرفة مصير الفريق في الدوري وبطولة أفرق خلال الأيام الأخيرة ولتر مدزاري لكن المدرب رفض فكرة التواجد في الدوريات الأفريقية خلال الفترة الحالية كما أنها طلباته المالية أيضا لم تناسب نادي الزمالك وهو ما تسبب في عدم استكمال المفاوضات ثالثا بعد فشل التفاوض مع مدزاري قرر نادي الزمالك التوجه إلى المدرسة الفرنسية لكن لم يتم الاستقرار على اسم معاين للتفاوض معه وطلبت الإدارة من بعض الوكلاء ترشيح أسماء مدربين فرنسيين خلال الأيام الحالية ولكن الإدارة ليس لديها أنية حتى الآن في استعادل فرنسي باتريس كارتيرون رابعا تم طرح عدة أسماء أخرى داخل الزمالك مثل البرازيلي أوسفالدو دي أوليفيرا وقام البعض بستطلع رأيه في فكرة تدريب الزمالك إلا أنه لم يرد حتى الآن هذا إلى جانب ترشيح اليوناني تاكيس جونيوس مدرب بيراملز الأسبق كما تم طرح اسم السويسري جروس المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك خمساً وحتى الآن إدارة نادي الزمالك ترفض وجود أي مدرب مصري خلفاً للبرتغالي في ريلا وتتمسك بوجود مدرب أجنبي لقياة الفريق ولكن كل هذه الترشيحات والمفاوضات تتوقف تنفيذها على خسارة الفريق أمام الترجي التونس إن شاء الله ما يحصلش يعني في مباراة السلساء المقبل حيث ستتتخذ الإدارة وقتها قرار برحيل المدرب البرتغالي لكن لو حقق الفوز سيتم تأجيل حسم مصيره يا رب الزمالك ما يخسر إن شاء الله تفضل الأمور مستقرة ده الأهم طيب بعد الفاصل هيشرفني ونقولني كابتن إهاب جلال مدرب حراس منتخب مصر لي الشباب حوار مهم جداً ومن المفترض يكون في إجابات على أسئلة عديدة جداً كانت تهمنا كثيراً خلال الفترة الماضية خليكم معنا اختخب الشباب في كأس الأهم الأفريقية هذا كان مخيب جداً للأمال هذا محبط لكل جموة الجماهير المصرية حاجة تحزن طبعاً طبعاً أكيد إحنا عندنا من الحزن ما يكفي أكيد مسؤول الكرة في مصر عندهم من الحزن ما يكفي وأكيد الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب عنده من الحزن أكثر كثيراً من المفترض يعني شرفني وينورني في هذه الفقرة واحد من أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب الكابتن إهاب جلال مدارب حراس مرمى منتخبنا للشباب يا كابتن إهاب مشرف ومنور الله خليك كريم أنا ممسوط إن أكون معاك أخبر حضركي كله كويس والله الحمد لله إحنا كان فيه بيننا مداخلة بس هنكرر فيها بعض الأسئلة اللي شغلت الناس بعد الخسارة الكبيرة السؤال الأول السهل إحنا ليه ظهرنا بالشكل ده بوسك كريم أنا هقول بس أنا بتأسف طبعاً للشعب المصري والمصر كلها طبعاً على خيبة الأمل اللي حصلت ما كانش متوقع للأمان ما كانش متوقع إحنا عملنا البطولة العربية هايل جداً بنفس اللعيبة تقريباً كان فيه الولاد كلها كان قلبها على قلب بعض كان مركزين جداً 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 كان كل الأجواء مهيئة إن أنت تعمل بطولة كويسة وده اللي حصل فعلاً لولا دربات الجزاء مع المتخب السعودي الهايل جداً طبعاً كنا ممكن ناخد البطولة يعني جينا بطولة أفريقيا طبعاً فيه فرق بين البطولة العربية والبطولة الأفريقية من حيث القوة من حيث القوة البدنية بتاعت اللعيبة الأفرقى طبعاً لعيبة على مستوى عالي جداً أعتقد يعني أنا اللي شايفه أو اللي أنا حسيته إن اللعيبة دخلت في الأجواء متأخرة يعني دخلت في الأجواء متأخرة وإنت عندما بتدخل متأخر بتبعد كتير فطبعاً ماتش موزنبيك إحنا بدأنا به كان في المتناول جداً يعني كنا عاملين حسابنا نحن نكسب موزنبيك تتعادل مع ناجير تتعادل مع السنغال إنت وصلت وكان الهدف الأولاني أنك توصل والهدف الأولاني خالص أنك تروح كسعالة وتلعب على البطولة دي جت أو ما جتش ده كان بعد كده ممكن نحسب لها يعني إنما اللي أنا شفته من جميع عضاء الجهاز الفني بالإداري بالطبي بكل حاجة بعضاء مجلس دارة الاتحاد برئيس الاتحاد كل الناس بصراحة كانت مركزة جداً وكانت يعني بكل ما يملكه بيساعده يعني لو أنا شوف مثلاً جهاز الطبي المدلج بتاعنا أحمد ممدوح كان يدلج اللعبة الغتس 11 بالليل واللي عايز حاجة ويعدي عليهم في القوض الكابتن ناصر هريدي بتاع التأهيل كان من الساعة 9 الصبح مع اللعيب المصاب أو عشان يجهزوا للمباراة لواء عبدالجليل المدير الإداري أو رئيس مدير الفريق رجل لواء كبير كان يروح وييجي عشان يسهل كل المأموريات للعيبة وللجهاز وللنزي كلها حتى الجهاز الفني كان مركز جداً في التدريب وفي القتيل وفي كل حاجة يعني لك أنت تتخال أن كل المنظومة كل المنظومة مركزة والعامل الوحيد اللي هو يقدر ينزلك الملعب ويجيب لك النتيجة أعتقد فيه كتير جداً من اللعبة كانش مركزة وده إحنا إحنا سهلنا ليه لكل حاجة لللعبة القتيل المكان الملاعب عداء مركز دارة كان أستاذ جمال علام على طول معنا اللي هو مشهور كان معنا المشكلة كانت في اللعبة المشكلة الأكبر المشكلة الأكبر أنا أهمش معك واحدة واحدة انظارت أنا عايز بصراحة يعني نقول للسيدة المشاهدين والجمهين المصرية أنا أتكلم مع الجمهين المصرية حاجات واضحة بقى أنه كان المشكلة في اللعبة مثلا خلاص أنا خدت هنا إجابة مش هرجع لها تاني هل المشكلة كانت في اللعبين المشكلة مش في كل اللعبين في لعبة كانت مركزة جدا وفي لعبة مش عايز أقول أن هي ما كانتش على قدر الحدث على قدر الحدث برافو علي يعني القدر الحدث الحدث رهيب جدا وأنا كنت بعد مع اللعبة أقول لهم يا جماعة أمم فروكيا دي للشباب زي أمم فروكيا للكبار يعني أنا كنت أشوف ناس كتير جدا فأوروبا بيتفرغوا على المباراة في الايرو الارو سبورت بتاعة أوروبا كلها. وكانوا بتفرجوا بالموزيع بتاع البلد. فيا جماعة لازم انت تحس بالحدث. الحدث كبير وضخم جدا. لازم تحس بيه. انا شفت اللعيبة. فيه لعيبة كانت مركزة جدا. بس للأسف. الولاد صغيرين ما كانوش على قدر المسئولية بالحدث نفسه. الاختيارات كانت غلط? الاختيارات هم هم اللعيبة اللي كانت معنا من الاول خالص. يعني اللعيبة دي معنا من سنتين. كانوا بتغيروا بيروحوا يجوا تمام جدا. انما ما فيش مشكلة. انما طب ليه هم كانوا في البطولة العربية كويسين? وليه في أمم أفرقيا مش كويسين? ليه فقدوا التركيز في البطولة أفرقيا? وكان فين دور الجهاز الفني بقى في الوقت. والله احنا بقول لها دا كريم. احنا كجهاز فني. وكنا مع اللعيبة على طوب مركزين جدا معهم. يا جماعة الحدث كبير. الحدث مهم. كل الجهات المعنية في البلد مهتمة جدا. سادت الوزير أشرف صبحي كان على طول معانا. يعني يعني حاجات انت عمرك وشفتها في حياتك. انت بتشوفها دلوقتي كلعيب. الحاجات دي هتفر معك جدا. المشكلة كلها أنا متصور. يعني ان اللعيبة كانت في البطولة العربية كان لسه ما عملوش عقود مع أندياتهم. فكتير جدا من اللعيبة أنا شفتها. أما رجعوا من البطولة العربية عملوا بطولة هيلة جدا. عملوا عقود مع أندياتهم الأهلي والزمالك وإنبي والإسماعيلي ويبتدوا يلعبوا مع فرقهم الكبيرة. عملوا اللي كان بياخد 300 جنيه تقريبا يعني في الفرقة بتاعته بقى ياخد مليون. أنا شايف أني لو ما كنت مش مركز في الحتة دي أو ما عندكش التربية في البيت أو أنك انت راجل سوي. انت حتروح منك الموضوع منك حيروح. فأنا عشان كنت لعيب. والموضوع راح. تقريبا يعني مش عايزة أقول برضو. الأغلبية العزمة. الأغلبية راح منهم الموضوع ده. ليه؟ لأن الوضع كان كانت المسافة صغيرة جدا. الوقت كان صغير جدا. من البطولة العربية للبطولة الأفريقية كان ابتدوا يرجعوا الأنديا بتاعتهم وعملوا عقود معاهم. لأن كان في منهم كتير جدا من اللعيبة حتنتهي عقودهم. طيب. فالنادي كان لازم يعمل معهم. الجهاز الفني بقى لما خد اللعيبة دي. ما حاسش بالتغير ده. قبل ما نخش البطولة. يعني ما حاسش بالتغير في الشخصية. في التمرينات. في التدريب. ما حاسش بالتغير ده. هو مش مش محاسناش. بس احنا كنا على طول معاهم. يعني التغيير قصة انت مش هتخش جوه نفس اللعيب. بتفهم. بتفهم طبعا. بتفهم من التدريبة نفسها. يعني والله اللعيبة هتمركزة جدا في التدريب. يعني لغاية اما اما تأيدوا الستة وعشرين لعيب في القايمة. ابتدوا. انا شفت يعني انا شفت من نفسي انا شفت بدام هو تأيد في القايمة. مش هقدر يخرج. خلاص. انا خلاص ضمنت مكان وضمنت نفسي. فطبعا كانت المشكلة كلها يا كريم انك انت اللعيب لازم يكون هو من جواه عاوز. يعني انت بتلعب في بطولة افريقيا مؤهلة لكاس عالم. طب انت ايه انا كدوري كمدرب. انا اديتك التهيئة وديتك كل حاجة. انت كلعيب. انت مش عايز تروح كاس عالم. انت مش عايز يبقى ليك مستقبل كبير. يعني انت المباراة الاولانية يا كريم. اكتر من 25 ايجنت وكيل لعيبين من اوروبا. من اوروبا اكتر من 25 عاديين في المقصولة بتفارغوا على المباراة. طب انت فين من الموضوع. المدرب والاعداء الجهاز الفاني بتاعه كله بتفرج. ميكيلي بالجهاز بتاعه كله بتفرج. طب انت عايز يختر من كالي. الوزير اشرف صبحي الدكتور اشرف صبحي كان بيتفرج. اعضاء مجلس الدارة ورئيس الاتحاد كان. انت كلعيب. انا انا كمدرب. انا مما شفت الاجواء وشفت المصورين والكاميرات انا والله كنت عاوز الالعب. لان انا واخد على الموضوع. انت كلعيب. انت عاوز ايه. ناس كتير ما تعرفش كابتن العابل انت راجل من المدربين المصورين القلائل جدا اللي واخد رخصة برو. لقى على رخص التدريب وراجل اشتغلت في المانيا والكامير انا هقول لحضراتك دوت انت اكيد تبقى فاهمك كويس. انت كمدرب. لو مقنع للعب بتاعك. برفع عليك. فهو هيديك كتير جهد. صحيح. صحيح كده? صحيح. بصراح. وتعالي نقولي النهارات ده كلام صريح. تعالي الاول انا وانت واكيد انت اشتغلت معافة تاكيد بتحترمه جدا. وانا كمان بحترمه جدا ومن اكثر المدافعين عنه كابتن محمود جابر. بس هل فكرة الاقناع دي ما كانش عند اللاعبين بالنسبة للكابتن محمود جابر? بالعكس انا كنت شاف في اقماع كبير طب يعني احنا ليه بنقول الموضوع ده دلوقتي تمهم. يعني هم معانا بقالوا سنتين. اللعيب اقتنع بالكابتن محمود في الاول وفي الاخر. خلينا نقول بقى البطولة العربية دي حرارة قدتني مفتاح عظيم جدا. ان انا اللعيبة دي قدت في البطولة العربية بشكل عظيم جدا طبعا بشغل جهاز فني ما ما نهدرش حقه. ولكن يشتغل عشان كان عندهم طموح انهم يمضوا عود مع انديته وكان عندهم حماس. هذا واصبح اللاعب محترف تقريبا يعني. هنا اصبح الشغل معه مختلف. فالشغل ده محتاج اقناع كبير جدا من المدرب لللاعب والعكس. واضح انه ده مكادش موجود. بصة كريم انا هازي اقول لها حياتك. فضل. انا انا شايف ان الجهاز الفني كويس. انا من وجهة نظر ان دول زمائلي. زمائلي. انما انت كلاعب انت مقتنع باللعب او بالمدرب بتاعك او مش مقتنع انا مش هقدر اخش جواك. ممكن تقولي اه كابتن انا انا بحتربك وبحبك وبتاعهم من ورا حاجة تانية. انا ما ايجي دعو باللبارة. الحالة اللي كانت موجودة في ارض الملعب انا برا حاول اتكلم بصوت الجماهيل انا مقتنع جدا من كلامك. انا لما كلاعب انا شايفه في ارض الملعب لا مهتم ولا عنده جدية صحيح. ولا متصور ان كابتن محمود اللي كان وقف على الخطه طويل الوقت دوت كان مقنع حتى فيزيوه او كلامه لللاعبين. واللعيبة ما بتنفس تعليمات وفيه اخطاء سازجة جدا هنا اوصل او افسر ان اللعيبة ديت مش مقتنع يعني الجهاز الفني ده بيقول حاجات ومشتغل حاجات واللعيبة ما. ممكن. صح? ممكن صح. كلام حالك مظبوط جدا. بس انا ما اقدرش اجزم بحاجة زي كده. يعني انا ما اقدرش اجزم ان الموضوع ده فعلا طالع نابع من اللعيبة. يعني اللي انا شايفه الراجل بتكلم معهم بيحترموه وبيحترموا الجهاز كله. ما فيش اي مشكلة. ده اللي انا شايفه. انما تنزل بقى ارض الملعب هي دي المشكلة. يعني هي دي المشكلتك. لانك انت بتبعب بعيد عن الجهاز الفني. يعني في غالب في اغلبية المباريات يا كريم كنت بتكلم مع الجهاز الفني اللعيبة اللي ما بتلعب في الوسط الملعب بتاعنا وريب لينا ونقولهم على حاجة بيعملوها كويس جدا. لما بيروحوا للنص التاني بعيد عننا كل واحد في موال تاني خالص وبيعمل اللي هو عايز يعمله. وده مفروض ما يحصلش. يعني مفروض ما يحصلش. وعلى طول كنت اقول لجماعة زماية للجهاز الفني يا جماعة خلي بالكم. لان اللعيبة دي ما بتروح الناحية التانية بعيدة عننا كل واحد بيعمل العلمة زيكم. صحيح. يعني دي برضو نمع من اللعيب مش من الجهاز. انت كلعيب انت فين? انت فين هويتك? انت فين مكانك? انت فين شخصيتك? دي مهمة جدا. انت متعملش شخصية لعشان المداري بيكلمك. ده ما ينفعش. انت من نفسك ومن ضميرك او من لعيبتك او انت عاوز تبقى فين? محمد صلاح. شوف المنظر عامل ازاي? شوف عضلات محمد صلاح. شكله جسمه عامل ازاي? هو ده محمد صلاح. هو ده اللي عايز يكمل. انما انت فيه لعيب اقول له يا جماعة اشتهل على نفسك. خش الجيم. خش. انا اخدت مع الحراس المرمى بتوعي كنت قلت لهم كل يوم تنزل الجيم. كل يوم تنزل الجيم. شوف المنظر عامل ازاي? مش الله حاجة رهيبة جدا. وده المنظر ده كانوا بيقولهن الناس اللي شغالة علاء سعيد. كان بيقولي كان محمد صلاح يجي يحط الشنطة وينزل على الجيم على طول. هو ده اللي عايز يبقى رقم واحد في انجلترا ورقم واحد في العالم ورقم واحد في مصر. هو ده ده المنظر ده المنظر اللي احنا عايزين نقول للعيب بتاعك اندك انت لازم تشتغل على نفسك. انا فيه لعيبة بقالها سنتين معنا. لغات النهاردة مالهمش مفيش عضلة في جسمه. محترامي. موجودين في المنتخب اه. موجودين. ولازم تشتغل على نفسك ما بيشتغلش. احنا نعمل ايه. وده يمكن انت احسن. يعني ان احنا اخترناهم دول من احسن الناس موجودة في سنهم. مش عايز اقزم من دول احسن ناس. فيه ناس اكيد برضو كويسين. بس. احسن الناس دول. احسن الناس اللي موجودين في المنتخب الشباب. بصراحة كابتن يهاب. وانا لا اتحدث هنا ان انت كان دول زميلك او كنت بتشتغل معهم بالفترة المضاياة. انا بقول راجل مدرب كبير بيكلم عن مستقبل الكرة المصرية. لعبين دول يفيدوا الكرة المصرية في المستقبل. المفروض يفيدوهم. المفروض يفيدوهم. بس بالمظر احنا شوف ماذا ده؟ هيبقى الموضوع صعب شوية. موضوع صعب. في منهم يعني لعيبة ممكن تكمل. يعني في منهم لعيبة ممكن تكمل. كم واحدة؟ من دول كلهم ممكن تلاتة اربع لعيبة. بكتير. بكتير. عشان حاسيت برضو انت عايزت يعني بتقول رقم كبير. لا. انا شوفت الناس المركزة. الناس اللي عايزة تبقى حاجة. الناس اللي بعد المباراة بقعدت تعاية مش مش تمثيل. بيعياته بحرقة. لان هم كانوا نفسهم يكملوا. في ناس منهم اكيد لعيبة كويسة. اكيد منهم ناس تكمل. بس انا قلت لهم قبل كده. قلنا لهم كجاز فني. يا جماعة لازم تركز عشان انت والراجل فيتوريا جيه واتكلم معاهم. قال لهم انتو لما هتوصلوا كاس عالم 26 هكون عندك 23 سنة 24 سنة. يا انت اللي هتلعب معانا. انت اللي هتلعب في كاس العالم ده. انت فين من نفسك انت. انت كلعيب. انت بتفكر في ايه. يعني بتفكر في ايه. انت لازم تركز طول حياتك في الوقت ده انك انت توصل كاس عالم وتلعب على بطولة امم بفرقك. انا حاسب احباط. انت محبط انا محبط لاني ما كنتش محبط. بس محبط من الجيل اللي كان شغال معاك دوت. انا مش متوقع ان هم يبو كده. انا انا فضلت قاعد بعد البطولة في البيت اربعة يام ما بخرجش يعني لاني وعندي صداع رهيب جدا واول مرة اخرج عشان اجيه لك. حبيبي يا رب والله العظيم لانك انت مش اخصاتك كويسة جدا محترم. ده شرف كويل لينا. والله بجد. ليه في حراسة المرما شفنا مصطفى مخلوف فجأة رغم ان احمد نادر كان متقلق في البطولة العربية ومن احسن الحراس في البطولة. ليه فجأة مصطفى مخلوف مش احمد نادر. هو مش فجأة. اه. مصطفى مخلوف معايا من سنتين. هو معاك. انا ما اتكلم على حالي. ما انا هقول لك انا اجيبها لك بس بالقبل. مصطفى مخلوف انا جايبه من التال سنة. اه. وما حد يش يعرف الكلام دي. انا الوحيد اللي جبته. كلمني الكابتن حسن علي. اه. ربنا يديله الصحة الولد شخصية هايلة جدا. محترم جدا. جول كواس جدا. وانا برضو ما حدش بغضو يعرف. انا السبب اللي خليته يروح النادي الاهلي. اه. لان النادي الاهلي كان عايزينه. وفي نادي ترسامك انا مش عايزينه. انا رحت عادت مع كابتن شاكر عبد الفتاح. والتولي كان شاكر ودي الولد نادي الاهلي. وفعلا انا كان الحمد الله بعد ربنا. انا ليه ان انا وديه النادي الاهلي. عصيب. ولد كواس جدا. بان ساعتها بيتمرن في الدرجة باللقاء. بيحبوه جدا. ولد هايل جدا. اه مكنش معنا في البطولة العربية. مكنش معانا في البطولة العربية. كانش معك وليه؟ اعرفش. مااخترنهوش او او هو كان مع النادي الاهلي في كسى يعلي انا مش فاكر بالزبط ايه يعني مكنش معانا. انما الولد بيتطور بشكل كبير جدا. احمد نادر بيتطور بشكل كبير جدا. كريم. نبيل كان معانا برضه بتطوره. وخليفة. والاربعة بيتمرنوا في الدرجة أو نادر بيلعب بره والثلاثة التنين بيلعبوا في الدرجة الأولى في أنديتهم فلعيبة كويسة جدا إنما نادر السيد لما جالي كان عنده مشكلة في ظهره والدكتور قال لي عنده مشكلة في ظهره طيب المباريات دي محتاجة الواحد يكون في 100% لأنك تتلعب لعيبة أقوية جدا أقوية جدا بدرجة كبيرة فطبعا نادر وعلى فكرة نادر كان ممكن يلعب ما عنديش أي مشكلة بس طبعا أنا ممكن يعني أنا على فكرة برضا كريمة أنا عندي قناعة كده الثلاثة حراسة اللي معايا أو الأربعة اللي معايا أي حد فيهم يلعب يعني حتى لما جي الكابتل محمود قال لي من يلعب وقلت له كذا قال لي طب نلعب كذا خلاص آي أنت قلت أحمد نادر فقالك نعب مصطفى نعب مصطفى ما فيش مشكلة فاختيار مصطفى مخلوب ده كان اختيار الكابتل محمود جدا برضه أنا لو قلت له لأ يبقى أنت عندك حريص فيه خلل صح بالظبط كده بس أنت كان رغبتك أحمد نادر عشان لعف البطول العربية هو مش رغبتي بالظبط يعني الاتنين كويسين يعني حتى ما جيك يلمني قلت له يا كابتن محمود الاتنين كويسين شوف أنت عاوز إيه وأنا معاك تمام بس أنت كنت مايل لمين مش مايل لحد والله حتى في يوم المباراة قبل المباراة بيوم ما كناش برضه نعف مين طب ليه أحمد نادر زائل أو كده هو زائل لأنه كان في اعتقاده أنه هو اللي هو اللي حيلعب بس محدش من الجهاز قال له أنت حتلعب ولا قال لي مصطفى مخلوف أنت حتلعب ولا قال لي أي حد أنك حتلعب فهمني حضرتك فالمشكلة كلها هو زائل لأنه متوقع هو متوقع أنه حيلعب وجي كلمني قال لي يا كابتن أنا عايز ألعب قلت له خلاص نادر الكابتن قال كذا حيلعب خلاص ما فيش مشكلة خالص أنت فهمني فقال لي لا أنا أنا مستني بقال لي سنتين قلت له طب يعني أنت مستني بقالك سنتين ما هو برضو نفس الولد برضو التاني حيقول لك أنا نفس الكلام يعني كلنا في مركب واحد أنت تلعب أو هو يلعب ما فيش مشكلة هو زائل لأنه هو متصور أنه هو رقم واحد وأنا برضو ما عنديش رقم واحد أنا ما عنديش رقم واحد حتى ما قلت بدرب في الأندية دول المتاز ما كانش عندي رقم واحد فهو زائل الحتة دي بس إنما الولد مؤدب جدا الولد ما تطوالش، الولد زعل طبعاً وده حقه على فكرة أنا ما زعلتش منه إنه هو زعل بالعكس ده حاجة جميلة جداً إنه هو زعلان إنه هو ملعكس دون أن يعمل مشكلة أو يعمل لا ما عملش مشكلة خالص طيب، إيه موضوع الفندق اللي قامه أو اللعيبة مكايتش مبسوط لا أنا ما هو مبير أحمد نادر فيه أنا سمعت حاجة كده إنما ما حدش تكلم خالص على الفندق خالص والله أنا أول أما سمعت الكلام ده ما حدش من اللعيبة قال الفندق وحش بالعكس إنا كنا عدين في فندق كويس جداً يعني إحنا عدين في فندق أما ليه الكلام ده ليه؟ ما عرفش والله ما حد تكلم في الفندق طيب، لما عرفت أو مش لما عرفت لما شفت إنه أستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة يكتمع مع اللعبين في اجتماع خاص دي حاجة ما موطرتكمش، ما زعلتكمش، ما دهيتكمش يا جالس فاني؟ بص يعني أنا في الوهلة الأولى قلت ليه؟ إنما هو قال هو عاوز يحمس اللعيبة يعني هو عاوز لوحده يحمس اللعيبة كرئيس اتحاد شين في يحمسه منتوا عادين؟ المفروض بس هو كان وجهة نظره إنه هو عايز يوعد نعلى لعبة لوحده، خلاص أنت برضو رئيس الاتحاد، اتفضل حضرتك، ما فيش مشكلة والرجل على فكرة تكلم بكل احترام جداً بالنسبة للجاز الفاني أو اللعيبة يا جماعة اكسابه بتاع وخليك أنت الأساس بس ده حصل في الوقت اللي فيه أحد أعضاء اتحاد الكرة خرجوا وقال إحنا ملناش علاقة ما نعرفش الكابتن محمود جابر والجاز الفاني ده التعاين بقاني معايير يعني حصل بعدها على طول يعني في الوقت اللي فيه عضه يعني بيشيل إيده من الجاز الفاني ليه؟ لا هو مش عضو، هو مش عضو هو تقريباً أستاذ كابتن جمال محمد علي هو بيقول، هو مش قصده كده، هو اللي أنا فهمته مسؤول يعني في الحال بيقول اللي هو بيقول يعني مش إحنا اللي جبنا كابتن محمود يعني بس إنما هو يعني اتفاهمت بطريقة تانية اتفاهمت بطريقة هو قال كمال ما عرفش المعايير اللي جي بيها لا المعايير الراجل لا الراجل هو هو اللي بيقول محمود آآ 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 PI Meu أنا قاعد uh دي أنا ما عرفش داخل الناس إيه يعني بس يعني الموضوع هو بعد كده أعد معانا يعني يعني بعد ده مع اللايبة هل أبلغتونني أنتو زعرين من داء من دا من داء؟ ما كانش فارق معاكو؟ مش 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 فارق بالعكس يعني ما انا معرفش هو فكره ايه يعني انا معرفش برضو كل واحد فكره ايه انما احنا مداربين رجل رئيس الاتحاد هو يقدر يتصرف او يقدر يقول اللي هو عايزه المدير الفني عاوز يتكلم معا بيتكلم معا دي حاجة بتاعته هو بس كم واحد من الجيل الحالي ينفع يحترف في اوروبا؟ من اللعب عندنا؟ يعني في كذا واحد في احمد شريف ي tatار ينفع يلعب في اوروبا في احمد نادر حواش محمد حمدي يقدر يعب في اوروبا رقفة خليل لعبة لعبة الملتزمة جدا يقدروا يلعب فيوربا محمد حمدي رقفة خليل مصطفى مخلوف حالس المرمى طبعا النادر بيلعب برة دول أقطة اللعبة ممكن نشوفهم فيه أحمد رضا السردباك و واحد تاني جودة والله العدد ده كان المفروض يكسمنك المفروض بس هو فيه أحمد نادر وأحمد شريف كانوا مصابين ويوسف حسن برضو كان مصاب ما قلت ليش بقى المهاجم اللي هو مظهر مظهر م مظهر كده بيلعب برة حتى صراح باشا صراح باشا لعب كبير بس أنا ما اتكلمش عليهم لأنهم دول كده كده بيلعب برة يعني مظهر بيلعب في اليونان وصراح باشا بيلعب في اليونان مظهر الدجو المرضود اللي أنت كنتم مستنينوه مش بالزبط اللي علم يعني يعني هو بتقال عليه أنه هو هدف البطولة الأوروبية بطولة أوروبا مفروض كان يبقى أعلى من كده شوي يعني إنما هو لعيب كويس إنما المرضود بالنسبة لي أو بالنسبة للعيبة كلها مش هو اللي كان مطلوب مننا هل كان فيه محترفين ممكن يكون أكتر من كده يعني دورتوا على لعيبة تانية موجودة في أوروبا اللعيبة اللي هي يعني تعرف مزدوجة الجنسية كان فيه طبعا كان فيه كان فيه مصطفى أشف المفروض ييجي بس هي المشكلة كلها أنا اتكلمت مع المدير الرياضي بتاعها مونشن جلاد بخل ما بتكلم ألماني فاتكلمت معي فهو قال إن أنا ممكن مصطفى أشرف ييجي بس تتعهد لي إن هو يلعب أساسي طبعا الموضوع أنا نفسي ما عجبني شي الألماني شوية رجل عالي أروغانتي أنا بس فطبعا مصطفى أشرف أنا عارفه كويس ولعب كويس جدا وبيلعف مونشن جلاد بخل كابتن منتخب ألمانيا الولد الرجل المدير الرياضي يتكلم معي وقال لي أنا عايز هو اللي يلعب عايز هو يلعب أساسي طبعا قلت له إحنا عندنا مباراتين وديتين ييجي عشان يخش مع اللعبة ينساجم معها وده طبعا من خلال كابتن محمود يعني إن هو ييجي يخش وينساجم مع اللعبة لأنه هو جان معسكر واحد بس قال ولد كويس وكل حاجة ومحترم جدا ولعب كويس جدا فطبعا المدير الرياضي قال لي كده وبعد كده قال لي لو مش هيلعب يرجع قلت له دي أنا مقداش أجزم لك إنها تحصل لو هو كويس هيلعب ما فيش أي مشكلة خالص قال لي طب في حاجة تاني عايز أقولها قلت له تفضل قال لي يلعب الثلاث مبارات الأولانيين ويرجع لنا ألمانيا يلعب مباراة معنا ويرجع لكم تاني طبعا مش تمام يعني يعني الكلام بالنسبة لي أنا مع إن أنا عايش كنت عايش في ألمانيا الكلام ما عجبنيش طيب بخلاف ده هل بحسنا عن لعبين أكتر في أوروبا هل كان فيه مثلا ما يمنع أن نحن نجيب لعبين أكتر أنا برضو لما تبصي على المنتخبات اللي بتلعب معنا في البطولة دي هتلاقي لعبة كتير برضو بنسبة ما يعني في كل منتخب من أوروبا موجودة في أوروبا هل إحنا بحسنا ودورنا أكتر كان فيه رامز معنا رامز ده مزدوك جنسية مغربي مصري كان كواس جدا بس للأسف جينا ناخده قبل البطولة اتصاب يعني كان مصاب مع فرقة في إنجلترا وبلعة في إنجلترا فإتصاب في الشازية تقريبا كده في الرجله فطبعا خسارة لينا كان مفروض كان يجي معنا لعيب كواس جدا في نص الملعب وهو كان معنا في معسقات قبل كده هو مصطفى أشرف صلاح باشا بلال فطبعا هم دول اللي كانوا دول اللي كانوا أحمد نادر طبعا بلعب بره فدول هم اللي كانوا في المتناول بتاعنا يعني دول اللي كنا بنجيبهم هل أنت على تواصل مع كابتن محمود جابر بعد هذا الإخفاق ولا لا لا طبعا بنتكلم بالحالة إيه كابتن محمود لا هو زعلان جدا طبعا هو زعلان جدا لإني الوضع ما كانش والله يا كريم إحنا ما كناش متصورين إن الوضع يبقى بالإحباط ده يعني بالهزايم دي أو بالشكل الوحش ده اللي إحنا ظهرنا به اللي إحنا ما كناش متوقعينه يعني صراحة إحنا كالجهاز إحنا حتى اللعبة نفسها ما كناش متوقع كده بس للأسف زي ما قلت لك في أول الكلام إن اللعبة دخلت في البطولة متأخر يعني إذا ما كنا في البطولة العربية أول مباراة لعبنا مع تقريبا عمان كسبناها واحد سفر آه برضو كان الموضوع كان برضو بالراحة شوية دخلنا الصومال كسبنا اثنين ابتدت الموضوع بقى يعلم عاك هنا في أفريقيا مفروض بتخش من الأول قوي جدا يعني أفريقيا غير البطولة العربية البطولة العربية لازم تخش بتخش واحدة واحدة أوكي تمام ما فيش مشكلة إنما البطولة الأفريقية لازم تخش من أول قوي جدا وده اللي إحنا قلنا للعيبة اللعيبة ما تضيعش منك مطش موزنبيق ما تضيعش منك كذا 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 إنت لو كنا كسبنا مطش موزنبيق للأسف لو كنا كسبناه كنا عدينا بشكل كويس جدا كمان ما كايش هيبقى الوضع بالشكل الوحش ده صحيح كنت على قلة هتعرف تأخذ نقطة كمان من المنظم المنجيلي لا وما كنتش هتخسر بالمنظر ده فقدان الأمل طبعا كان فيه طبعا كان الموضوع كان العامل النفسي هيعلم معك طبعا مع اللعيبة لأن العامل النفسي مع المصري بيظهر في الوقت ده يعني للأسف للأسف برضو نحن تقول الوقت متعشمين في الأمور المعنوية والنفسية أكتر من الفنية هي بس الكبار بيقدروا يتحكموا فيها شواء دول ولاد صغيرين ديسة بحما تتكلم معهم برضو الموضوع احنا كان بيقلمنا جدا موضوعها كريم أن العامل البيت برضو دي أساس البيت البيت طبعا أنا بوق ناشد يعني جميع الأبهات والأمهات أنهم يخلي بالهم من الولاد في السن ده يتربوا كويس يسمعوا كلام ويسمعوا كلام المدرب ويسمع كلام المدرس ويسمع كلام البيت ويسمع كلام الجار ده مهم جدا 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 بتعرف حلوك بتتكلم على مين؟ أنا ليه بقى عندها عشرين سنة؟ عشرين سنة انت بتشوف في أوروبا بقى وبيعملوا ايه دولتك؟ طبعا ليه شخصية؟ عشرين سنة ده بيبقى هدفين عندياتهم في الأندية الأولى يعني بالزبت كده؟ بالزبت كده؟ يعني أنا ليه بتسامته حراك بتتكلم وبيبتسامة يعني فيها بعض الزعل إنه عشرين سنة وما زلنا نتحدث عن تربية أولياء الأمور وزي البيت عشرين سنة ده المفهود يبقى محترف في أوروبا وفي أحد الأندية الكبيرة وبيلعب أساس وبيلعب في دولة أبطال أوروبا احنا نسى بنكلم على عشرين سنة انا هقولك لي بقى؟ احنا في مصر هنا بنتأخر في القرارات بمعنى إنك انت عشرين سنة زي ما وحدك قلت كده في أوروبا يعني فيه ولد مطشي أهلي وراء المدريد نزل ثمان دقايق ليه الاتنيق ببيدري وجافي في برشورونا واحد عنده 18 واحد عنده 17 سنة الراجل كده يمبابيه عد 24 سنة دلوقتي وهده في تاريخ البريس سان جرمان بص حضرتك الولد بتاع ريا المدريد لما كان بيلعب مع النادي الأحلى نزل الراجل رفع ثمان دقايق وقت ضائع هو نزل في دقيقة تمانية جاب جون إيه متى؟ خمسة وعشرين في دقيقة تمانية وخمسة وعشرين سنة يعني بعد ما نزل بخمسة وعشرين سنة جاب جون الولد ده موليد كم؟ انا بتكلم على أوروبا احنا متأخرين شوا في ايه؟ يعني مثلا تلاقي جوارديولا ماسك حاصل على بطولة أوروبا وعنده 38 سنة مرتين صح كده؟ هنا المدرب عشان تبسك مدير فن يازل يكون عندك 70 سنة صح وتبقى قرع وبكرشي وبتاع عشان يبقى انت راجل كده كبير ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش عشان كده بقولك حديدك اتتسامت ليه وانا مقدر ليه وعارف الكلام ده لانك انت اللعيب عنده عشان سنة ده خلاص عنده شخصية وحياته خلاص ملكه نفسه احترافي بقى محترف احنا لسه انا بتكلم بقول ايه؟ الاب يرام يتربى احنا لسه عايزينهم يأخذوا تربية لازمة لان احنا بدئين متأخر احنا بدئين متأخر اللعيب المدربين في أوروبا 38 سنة مدرب بير ميونيخ عنده كم سنة دلوقتي؟ تسعة وثلاثين سنة ماسك بقى له ايه؟ ماسك بقى له كم سنة ماسك؟ سنتين لا اكثر من خمس سنين لانه اتصاب في هوفنهايم قاله صاليبي معرفش يرجع خلوه مدرب في هوفنهايم ماسك 24 سنة في هوفنهايم وماسك لايفسك لا في طولة أوروبا هو عنده 36 سنة وماسك بير ميونيخ بقى له سنتين احنا هنا المدرب لازم يمسك عنده سبعين سنة وثمانين سنة عشان يقولك انا مدرب صح انا سعيد ان شاء الله المناسبات اللي جاية تبقى اكيد سعيدة مش زي داية ان شاء الله يا رب يكون كريم انا سعيد جدا مجيك والله بجدد وانا مبسوط انه كنت معك اشكرك يا فن بنوارت الدنيا اشكرك شكرا جزيلا انا كان لقانا مع كابتن الكبير كابتن عياب جلال مدرب حراس مرمى منتخبنا للشباب بعد الفاصل الاسدزة الكبار استاذ محمود صبري استاذ احمد جلال خليكم معنا يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى يشرفني وينوارني في هذه الفقرة الاسدزة الكبار استاذ محمود صبري استاذ احمد جلال استاذ محمود مشرف ومنور اخبار حضراتك اخبارك انت تقول لك اخد الحاجة الحلوة بعد الحاجة الملحة ادلوقتي ناخد الحاجة الحلوة الاول اه ناخد الوش الحل اا حلوة وش الحل دي الاول ايه راكلي بعمل محمد صراح اصبحت مبارئة الدول الإنجليزي هي المفضلة للغالبية من الشعب المصر تنزل تنزل شوف الكافيات عاملية في نفس التوقيت يعني كل مبارئة مبارئة لا النهاردة حالة من حالات الجنون في الكورة يعني متش لو انت تشوف له يومك تتنبأ بنتيجة السبع لانه شوت اول كان شوت قوي جدا من الفريتين هنا راحت فرص من منشستان ونايتن وهنا ليفربو كان عنده حظر وراح اكتر مرة لكن ما كانش بخطورة المشستان رغم انه ايه الراية تسببت في حرمان الماني ونايتن ماكس بفرصة لكن هدف جيه في توقيت واحد سيف توقيت خاطف العودة في شوت تاني كانت للناس كلها مجنونة في خمس دقائق انت عندك تاك تاك لسه انا بقول احمد في الفاصل بتقوله فيه لقطة الهدف التالت انا اتحدى مهاجمين الدور المصري لو جات لواحد فيه مكورة مواجهة مع حارس المرمى يعملها زي ما عملها جاكوب اللي هو المهاجم اه جاكوب اه جاكوب عبص يعني بص هو بضب حل انا قولت انه هيرف ويرجع خلاص ده كان الزكاء انه يعملها منفوق كتف الحارس لا فيه توفيق كبير جدا لما محمد صراح اللي جات له قبل الكرة بتاعت مارتنيز اللي عادي رقص ان الكرة اللي جات له لما شاطع عطول في سقف دخية لما خلاتنا هو مفكرش احنا الكرة بتبقى عندنا واضحة زي دي واضح الشمس وسهلة هي على فكرة سهلة احنا بلنا بس ببص على ساعة الاستاد ايوا بالضبط كده مش عاوز اقول الكلام هي يجرح الناس بامانة شديدة المفروض ان هم لعبهم محترفين على ويرعبوا في اندية مصنفة افريقيا ولقى سمعتها كبيرة ان تقولوا فرص زي كده في مشاريع المدريد ويحطها في الناحة التانية وزعلان لو انت كلمته وتيجي فرص للاعبة تانية برضو فرص زي كده حطها في الناحة انا عايز اقول يا اذا لم نتخ اذا احنا ما متخدناش وصنعنا اجواء جديدة خاصة على مستوى الاعلام لانه اتحول الاعلام في مصر الى قنبلة موقوطة صنع ابطال من وراء بامانة شديدة واعطوا ومنحوا صفات للاعبين لا يستحقون بمجرد تمريرة ترئيصة تسجيلة هدف يعني انا عايزك وانا اتكلمت معاك انك ثم انا انا عاوز حد يمسك يحلل لي يقول انه في لعب لعب خمس متشات بنفس المستوى في وراء بعض يعني عيبهم اتحدى انك تلقى الموقوط طهب سيزون كامل يمكن الوحيد اللى عمل لانا اللقطة دى يمكن احمد سيد زيدو فى المصل الماضى الدهن نهاردة شفت انك تعمل ازاي فالجانب من البحث عن الشجور الاعلامى تحول كمان الى التريند واجيب لعبة ملهاش تريخ تقعد نتحل الناس با 2 لعبة مثلا في المرعب ويعد يتكلم عليها عشان يقول لقطة يعني فيه لعيبة لو ما تكلمش مثلا عن النادي الأهلي وبعد يتكلم عن السلم حاش يحس بيه فلازم يحط لك مثلا الأهلي في السكة وهو تاريخه ايه ما فيش ده هو تاريخه كان بيجري ويفهونا بيجري وراه وهو مش عارف يوقفه يعني انت بص على نفسك يعني عاوز أقولك ايه امتى الاعلام البرامج هدفها ان انا عارق سربياتي منتخب الشباب ده كريم دفع تمن دفع تمن ان انت شايفه لبص أساسيات الكرة ايه تسليمه ايه تسليمه طب انت تفرج على كده ولأحمد كان بقولي قبل الهوى على الكارثة ما بشافش عارفيني بص فاللي حصل النهارده في ماتش ليفربو والصراع الكبير بمين المدينتين وبيانة جميل جدا شفت بقى الروكية بيانة جميل جدا قبل مبارا عشان احنا حاسين بشوف شوف ازاي بقى بقوله الجمهور عامل ايه ده مباراة كرة وهتنتقي مباراة تعبط شوت اكسر من رائع زلزال بقوة سابعة رختر درب مدينة منشستن مش فيها الانفل صراح النهارده بقوله يعني لا يعني بامانة شديدة ده ما جاش من فراغ ده جاء نتيجة صهر وتعب وعمل كبير ودعوات ومن الكل الناس اللي بتحبه وانحنا بتمنعه التوفيق ونهدف التاريخي لفربول في الدولة الانجليز وانشاء الله ربنا يكمل ووصل ده رخمتي عظيم جدا اختي بقول في الانترو نهارده يا سيد احمد انه محمد صلاح تجربة استثنائية صناعتها الصدفة ومحمد صلاح يعني هو محمد صلاح ده مش حاجة منظمة عندنا ان في محمد صلاح طلع وفي محمد صلاح هيطلع بعده وفي محمد صلاح هيطلع بعده هو حالة استثنائية حصلت وهو اللي حافز على نفسه هو اللي عمل لنفسه مشروع والمشروع ده ناجح كمؤسسة ايجابيات محمد صلاح العظيمة دي اللي كل يوم نشيد بيها ونتغنى بيها ازاي تتكرر الفترة اللي جاية ما عايز تتكرر صعب شوية بدا مكتب السؤال عزم تجلدات لكن يعني في النهاية يعني هو فيه توفيق من الولد طبعا لكن لازم حيي نادي المؤمنين العرب صحيح خانينا يعني لو احنا بنتكلم عن محمد صلاح لو بلعف الأهل والزمالك كان هيخرج طيب فكرة السوشيال ميديا واللعيب اللي هو ما عربش ده فيه لعبة بتأجر السوشيال ميدي دلوقتي اه طبعا انا باشا هتديك كزا وقول علي كزا 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 وده حاجة في منتهى منتهى الخطورة واللعيبة في الأهل والزمالك لعيبة بس لعيبة ومدربين مدربين بس عايز ايه تاني طيب فيش عنديه ما هو لا ما عنديه ماشي ما فيه عنديه عندها قصة لا فيه مشكلة عن رسمي لا ما كلمش عن رسمي لا فيه فيه لجان ممولة خلانا نكون منطقيين واهل وزمالك عشان برضو نبقى على بيانة من أمرنا لكن حمد صلاح بقى يعني نحى كل ده جانبا خلانا نكون اؤمناء هم حمد صلاح يعني هم نتكلم بنقولك اللعيب وتعليم والتعلم حمد صلاح كان مع ايه مع دلسلكي وهل في الوقت ده كان يشغل اي شاب يشق طريقه لكن هو يشتغل على نفسه راح عنديه كبيرة بدأ ببازل ونديه ساعده يعني ما قولنا عرب ساعده اتفضل روح لو تفتكر الفترة اللي راح فيها صلاح والنني بازل ما قولنا كان بيصارع من أجل البقاء لكنهم قرروا انهم يطلعوا الولاد ده برا ولازم اذكر الناس اللي كانت موجودة وعرأسهم المان شريف حبيب اللي كان موجود في الوقت ده والمشار قسامة السعيدي بالاسم لازم نازل تشكر على انها منحت الفرص اللي هلقوا النجوم ان هما يتقلقوا وكان فيه كمان زيكا وكان هما شايفين زيكا مشروع لا يقل بل يزيد عن محمد صلاح ونني لكنه مشكلة وقفة العقلية فراح في السكة تانية مع ان هما كانوا شايفين زيكا احرف كمان لكن الموضوع مش بالاحرف الموضوع ازاي اشتغل على نفسي ازاي اعرف اعمل ايه محمد صلاح راح بازل من بازل واخد تجربة صعبة ومريرة وفاشلة مع تشيلسي هل انتهى محمد صلاح لا بدأ من جديد مع فرونتينو الايطالي وتعلم الايطالية واجدها ثم انتقل الى ليفربول عشان يصنع المجد بقى من كله اللي احنا شايفينه ده راجل ده مؤسسة تتحرك على قدمين نفس الكلام يعني انا مش عايز اقول صلاح بس لا فيه نجوم عندنا بنفس النصق انا شايف ان نني بيعمل انجاز عظيم رغم ان هو اصاباته كتير لكن نني في الارسنال عشان الراجل ده لو مالوش قيمة في ظل ما اصالاته تتجرر هم بيجددوله مرة واثنين داخل السنة التامنا بعد ما الناس كان بيقول لك لا حيمشي لا حيروح تركيا راح تركيا نجح ورجع تاني وكمل هي دي اللعيبة او المعادل اللي احنا لازم نشوفها لكن احنا عندنا في مصر الاهل والزمالك تحديدا لا محدش يخرج لا محدش يروح لا محدش يعمل ده اللي ندي فرض في اللعيب اطلع عاجم بقى انا عايز خمسة مليون يورو في اللعب بتاع العضو 17 سنة اللي هو بيعمل ايه اصلا كمسة مليون يورو اللي هو بيعمل ايه تقول اللي الرقم ده يعني انت بتطلب ارقام فلاكية في اللعيبة ما عملنش حاجة وتجيب لعيبة تعبانة بارقام فلاكية وما تعرفش اللعب دي جات ليه يعني النهاردة كل الشاب تسمع تسريب عقود وبالمناسبة كل العقد اللي تسريبت في ندي الزمالك تسريبات صحيحة مع كامل احترام للناس اللي قالت مع كام شخص اطلع يا ابن سرب النهاردة ده بوكرة اطلع يا ابن سرب ده ومقصوده متعمد ومن داخل نادي الزمالك شاب بعض الناس يقولك ايه اصلا فيه نسخة مع اتحاد الكورة ونسخة مع المنطقة ونسخة مع النادي ونسخة مع اللاعب اللي بيطلع من نادي المنطقة مش هتطلع ولا اتحاد الكورة هيطلع بدليل هو فيه منطقة جزة ما فيها اندية تاني مع كامل احترام تقديري ليه سمعنا عدد سرب لأي حد طب سمعنا ان عدد سرب بالتحاد الكورة لأي نادي تاني غير الزمالك لا يبقى الكلام طلع من نادي الزمالك وباقرار يعني بعض النجوم الزمالك وبعض اساطيره وبعض رموزه ان كلام طلع من نادي الزمالك انها مش اول ولا تاني ولا تالت ولا عشر مرة انا بقىنا سنتين تلاتة بنشوف نفس القصة طب انت في كل القصة دي كلها يبقى فين صناعات كرة القدم صحيح طيب سيد محمود وحرك يعني دخلت بجملة في هذا الامر وهو منتخب الشباب وكان معايا من شوية الكابتن اياب جريم ودارب حراس مرمو منتخب الشباب واحبطني هو كان محبط يعني طبعا وقال ان احنا منتكلم في تلاتة او اربع لعيب بك كتير ممكن يفيدوا ممكن يفيدوا منتخب مصر الاول في المستقبل هو جملك على ذكر ايه؟ جملك بالتلاتة اربعة ده صح انا حسي انا قلت له كده حيث كمان انت بتبالغ قال لي يعني تلاتة اربعة اه ليه بقى ليه نبقى وقفين محبطين من المستقبل كمان يعني لو الحاضر مدايقنا فالمفروض المستقبل يبقى اكثر اشراكا وننبسط ونقول ان شاء الله خير في اللي جاي احنا اكتر ناس من يتكلم عن المستابرة الكريمة اه انا فكرة احنا مش عايشين يومنا احنا تعبنين او في المستابرة المستابر ده مش فيدينا خالص ولا نعرفه ولا عارفين في ايه لكن بامانة شديدة السؤال اللي محتاج يكون فيه صراحة هل انت تمتلي قاعدة من المدربي يعني انا لو رحت سألت اتحاد الكورة لو سمحت انا دولة مبارة عاوز مدرب عندك بموصفات كذا يعمل لي شغل في الهلاء عندك يوم ما تفكروا ان هم يعملوا حاجة زي كده باعوا الراجل وقابوا الناس بتاعتهم لو تفتكر دكتور عمرو بن مجدم لو عمل قيمة فنان ورتبها راح وجابه كل واحد جاب له اسمحت المسألة هناك تجارة اسمها كرة القدم تجارة بص خاسرة للسمعة لسمعة البلد يعني ما عندكش بكمية انفاق وزي مع الاحمد لعيبة انت جايبها بتديها عقود ملايين وفي اندية تانية جايبها لعيبة بخمسين الف ودارهم امتين الف ودارهم فجأة مابلولوا وكسر الدنيا بامتين الف هيجددول عقدوا وبعد بكرة هيتباع باثنين مليون خلاص هيروح النادي اللي اشتراه باثنين مليون مايلعبش معهم امتشين يلا مع السلام انت مشكلتك تعالى راجع قول لي مين المدرب اللي بكتشف اللعب تعالى بدأها معاكم الاخر انا عاوزك تفكر لما تبدأ الاختبارات بتاعت الناشئين اللي جايه في الصيف الجاي وباخد كاميرتك اهو بعد حد يصور لك ويشوف لك طبيعة الاختبار عملنا عملنا كده ألمانيا حضرتك عملنا كده وشوفنا الاختبارات بتبع عاملنا ازاي بيخش خمس تلاف واحد مرة واحدة والمفروض يختار من خمس تلاف واحد اللي بيلعبه يقدي بيعمل تأسيمة خمس تاشر ديه واسيادة اللي هو اللي بيختار حضرت ايديه ومكشر مع اثنين ثلاثة وبتكلمه بعض ما نمش دعب اللي بيلعبه بالزبط كده وما بختارين الناس اللي جايه وبيختاروا من مين بقى بيختاروا ايه لا بختاروا من مين وتبع مين وتوسيل مين وتلفون مين مش عاوز نقول في تفاصيل عشان في التفاصيل هتبقى كارثة اقسم لك بالله كارثة والناس دي ما عندها ضمير وانو وصلنا له النهاردة انك انت لما تكتبص على المنتخب لعندك رأس حربة فينه غير مصطفى محمد ونفت بجلده وانا بقول له ربنا يكرمك خلاص مين بكرايت انت خمس فيش مين بكرايت مين بكلفت طب مين في قلب الدفاعها طب مين صانع لعب مين الوادي اللي عنده اللي قضاء مين مين اللي بيعمل لك واحدة والتانية فين في حاجة اسميها انه ناشع وزي العب كورة يدفع ابوه يبقى ارض في البلد عشان يجي يدفع المدرب يتنصب عليه بمئة وخمسين الف جنيه وتلاتين واربعين وخمسين وستين الف ايه يجا القطاع الاستثماري اختار فريق تلاتين خمسلاشر انا جايبهم خمسلاشر يدفعوا فلوس يصرفوا على الخمسلاشر التانين ومين بلعبوش ايه ده نبيع السفر يعني بأي منطب وقسملك بالله احنا قدنا نتفرج على المرشد منتخب الشباب بأمانة شديدة فيه لعبة مش عارفة فقف الكورة يعني انا عاوز تسأل مين دول يعني دولة يعني مع المحكام الاحترامي اه لو دول مفوض بقى الصفوة بتعجلي الشهوب في مصر يعني دول الصفوة دول العسل دول عسل لعبة اه اه معكام الاحترامي كابتن محمود جابر والاختيارات مين دولة يعني دولة فين ده انت لما خدت يعني اصبحت في افريقيا متصدر مشت تصدرت به منتخب احمد متعب وشوئي وحسن عبد الربور كامعة كابتن حسن امان بطولة افريقيا برا في بركينة فاسو انه مكسبنا كودفور الجيل ده هو اللي انت بنت عليه بعد كده ايه 2006 2008 2010 مع بعض الناس اللي منبرر المحترفين مع بركاته غيره والناس اللي كانت موجودة ولحاضر لكن انت ايش عاوزه لك ايه بتيجي طفرة شوف انت انا عاوز اسألك شوف انت ليه قد ايه كم فترة بيضار على الطفرة ومش لاقي صح فين باقي يعني بأمانة شديدة وبقول لي التحاضي الكور ام بقول لي التحاضي الكور وبقول لي الدكتور اشرف على الجهد اللي هو بيعمله الراجل اذا ما يكون هناك بفعلا حقيقة مشروع اه مش من اللي احنا بنسمعه فعلا عندنا ازمة في المدربين لابد مصناعة كوادر يتجيب لها نسبة من برة تعلمها يا ما تقول ليشي اعمل شهادة وعملها بالدولار وعمل شهادة تانية بالاربعين الف جنيه لما يشرب لانفين جنيه عشان اديها لك انا لا يعني ازاي يعني عارفين الفين جنيه طيب انت جايب مين هيدرس من ناس من هنا ولا ناس من برة يعني انت جايب خبرة يعني جايب خبرة تدي دورات وتعمل طيب ما عندك في تولي قاعد ما يدى دورات يعني انت مش جايبه ولا أنا غلطان عندك انا بكلمه عندك ميكالي اه مشكلة بعمل الجزيكرة النقطة دي ان انا كتبت تقرير في الاهرام وطلبت انه مدارة الاهلي تستفيد من الراجل ده بيليوصل من السوق انه على اقل يخرج من تحت ايده من عشرة الى خمسطاشر المدارة من ابناء الاهلي ودولة اتبعتوا بره يكمل واتقلبت الاهي وصارت مشكلة وحصلت تخني اخنيها كبيرة جدا مع بعض بسبب الموضوع ده انا كان عندي هدف ان انا شايف ان انا جايب واحد عملي نقلة انت كان المفروض ايه لابد ان انا استفيد من الناس اذا لم يكن لديك اهداف لكن النهاردة تقول لي اختبارات النشئين طيب انا اتحداك تجيب مدرب لا عيب ايه كل واحد بطر كرة يشتغل مدرب ولا يعمل اكاديمية اتحداك تجيب مدرب بطر كرة قوله اعمل لوحد اتدريب اياه كم شارف شارف طيب زي احمل نفس الامر وانحنا لما نتلاشل المناقشة دي هي منقشة لها اهداف ان نحط ايدينا زي بيقولوا كده على الجرح لعل لو عسى حد يعالج الجرح ده انت مش بايدك تعالجه بس انت بايدك انك تحط ايدك على الجرح احنا ليه وصلنا للمرحلة ان منتخب مصر للشباب يخسر بهذه الطريقة في بطولة على ارضه قدام منتخبات انت من المفترة التاريخية الافضل منها كثيرا طب يعني فكرة ان انت يكون عندك مقائص ده امر وارد لكن كمان انت من جواك مقتنع ان انت هتخد هذه البطولة وانت مش هتكسب طب هتشتغل ازاي يعني انا طالب دلوقتي داخل تحان سنوية عامة وقلت انا هجيب خمسين في المية هنجح لا هجيب اعلى من خمسين طبعا لو انا لو انا عمل الترجمة بتاعنا انه اجيب تسعين هجيب تمانين مثلا تمام اتحاد الكورة نفسه انا بقولك اعترافات كانوا عارفين ان احنا داخلين البطولة دي ولو خدنا احسن توالد في المجموعة بتاعتنا يبقى خيره بركة اتحاد الكورة كانوا عارفين كده اتحاد الكورة ده تصريحات من المسؤولين بقولوما جماعة الوضع ايه هلقى باش احنا لو صننا احسن توالد يبقى احمد ربنا طب احنا دخلنا لي طبوما جماعة انتم بتكلموا ازاي طبوما جماعة انتم جاهزين الفرقة لا لا الفرقة دي ابيض يا ورد فولة يا اسمين ايه مين المسؤول محمود دلوقتي قالك انا انا ام مكنش مقتنعين بالكابت المحمود جابر طبيعتني ما غيرتوش ليه يا اصحاب بقى يا ابني انت ما غيرتوش ليه طيب قالك لا من هغير ان ارض المحمود جابر مش انا اللي جايبه قال اللي جايبه احمد مجاهد يبقى يشيله بقى احمد مجاهد لا لا اكيدك بجاهد انا بقولك معلومة اه يا انا مجلد اتحاد الكورة انا خلاص عشان ايه انا لو شئ اقوه في دماغه بعد وحنا نطلع نطلع نبتلي مفكر نبرر الفشل بايه نحن لسه مدناش فكرة تبرير الفشل شفش بالصنع والحرفة الناس بتفكر ازاي بتوجود ازاي بتري ايه بقول ان انا مش هانا اللي جايب محمود جابر ده اللي جايبه احمد مجاهد طيب ماشي يا عمد ما اقول الراجل انت شكرا وحد حدي يشيل المقل لا 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 الدنيا تمشي كده ازاي بادي خلط طيب ماشي اللعقابة دخلت فكرة الجايب المرحلة الامرية انت بتتكلم فكاته محمود جابر ربنا دلو الصحة 22 سنة دي دول عشرين سنة فرق سراعات سيد الرئيس انت بتكلم في فرق سراعات وفرق خبرات وفرق ايه لا واسحب الموبايلات ايوه مساحبت الموبايلات ما عندهم شي ده كل واحد معي مباليين وثلاثة صح خد يا باشر الموبايل انا معي مباليين ثلاثة لا احنا معرفش هنعمل ايه كابتن انت بتهزر انت بتكلم في ايه بدت العل تتطاول على مدير الفني وبيضربوا بعض يا بيه بالاسم احمد شريف وبدال مظهر مسكو في بعض انا هنا النجم انا اللي بالعب في الدول المصر في الدول السنين لا يا حبيبي انت بتلعب فين دي بتلعب في فرق وانا بالعب في اوروبا ضربوا بعض بيه احمد نادر السيد اختلف مع الكابتن ايها الجلال لزا ماشي وقال له لا انت بتقول لي ما ملعبش ليه دي انا هروح بره اقول لهم ايه دي انا بلعب في اوروبا بتلعب عليها مصطفى المخلوف طيب يطلع العيب سيم من الفرقة يخرج ويصهر ويتجاوز ويكتشف الكابتن محمود جابر ده ويقول لهم هستبعده مش هكرر قصة عمر وردة فتس جمال علامي يقول له لا ماينفعش هتعمل لي مشكلة دخلوا ما تلعبوش ده انت حالات اتحاد كورة بسبب عمر وردة اه اشمال ده ما قلتش اسمه عشان التجاوز اه مش هقدر اقول اللي عمله اه انما التجاوز كان خطير جدا والكابتن محمود جابر عرف اه واما واجهه حصل نوع من التطاول كمان اه فحب يستبعده فالاتحاد الكله قال له لا خليه خليه موجوده ما تلعبوش اه عشان عشان قصة عمر وردة شيف قصة عمر وردة دخل فيها من ساعتها ما دخلش المنتخب وصلاح الجمهور نفسه قلب على محمد صلاح اللي احنا بنشكر فيه دلوقتي لان الموضوع مس الاخلاق طب انت ربانا يكرمك ازاي بتبني عمل كل ده مش ممكن فرقة مش على قلب راب الواحد فرقة ممزقة نفسيا وفنيا ومعنويا واتحاد كورة بايع الفرقة قبل ما تشتغل طب خلص طبيعي كان اللي حصل ده نتاج طبيعي لكل اللي انا بيقوله ده طب رب ما خلص انت فشل في منتخب النشئين بعد ما انكلماشي كويس مع كابتن محمود محمد وهبة بدأ ايه كابتن محمد خد فلان يلعب علشان ده ابن فلان ورجل ده حينفعنا وبيصرف علينا فلان تعالى فنه ستة ده نعم منتخب بل فنه ستة تخب بل فنه ستة تمام نديك انت ماشي زي الفل لغات ما بدأت تخش المجاملات سيد محمود لسه مشكورا نتكلم عنها منتخب الشباب زي ما قلت وصارت فيه قصص كثيرة جدا ربنا يسرى على المنتخب الممي والمنتخب الاول اللي احنا لسه وستاذ محمود بيتكلم يعني وكانه بيقول لنا بصراحة كده اتحطت حطري 11 واحد واربعت المنتخب تشكيل هما الخامس ستة اللي احنا عارفينه مطمئن محترفين صلاح على مرموش على طريح حامد على حجازي على النني على التريسجية هنقدر نحط الباقي حتى زيزو اللي احنا بنقولن هو افضل لعيم في الدولة للمصر سنتين الفاتو ما يمبعش يخش اساسي في المنتخب هيبقى هيبقى يعني بديل كويس وتحط معامل شهنة دفع على الكلام بقى البولو احمد دفع على كده مرارة التحكيم مرارة طيب ممكن نتكلم عن مرارة التحكيم دي بقى عشان دي قصة تانية خالص بس بعد هذا الفاصل عشان عجبني الحوار ده بس هم بقاله بساعتين بس هنتكلم عن موضوع التحكيم ده سوف يحمد عشان مهم جدا برضو بعد هذا الفاصل نواصل هذا الحوار الممتع المفيد كالعادة مع الاسادزة الكبار سيد محمود صبر يوستاذ احمد جلال بعد هذا الفاصل خليكم معنا لست مشرفني وبنوارين الاسادزة الكبار سيد محمود صبر يوستاذ احمد جلال سيد محمود إيه رأيك في تعيين رئيس جديد لجنة الحكام المصرية بخبرات أجنبية أو بأرجنبي يعني خبرات أجنبية متفائل؟ متفائل؟ طب انها معانش اسألك سؤال اه بما قول مسالة التفاعل اه والرجل اللي مشي ده مشي اه عشان بقوله ان هو مكنش بيععد كتير في مصر بتحسبه على انه مايعود ولا بتحسبه على انه هو عم يعني عمل حالة طب انت شايف انه كان شغله كويس كلا تنبيرد؟ اه طبعا كنت شايف انه شغله كويس كتش مفوض يمشي اه لانه قده فرص الناس صحيح خلاص وغير الوجوه لكن فيه الاسطوات بقى اه وخل بالك برضو الموضوع برضو جبيل اه اذا لم يتم ضرب هذه الاوكار والعشش زي ما يعني يعني فخامض الريس عمل النقل الكبير جدا الجمهورية جديدة والنقلة الكبيرة في المناطق والتغيير الوجه الحضاري المصر ده الشيء الهدف الارتقاء بالانسان انت محتاج في مناطق في الرياضة ان هيتعامل معها الكلام ده بمانة شديدة خاصة التحكيم لانه فينك اصبحت مسألة مسألة وراسة تورس ان عاوزك لو انت مسكت ولا ولم بقى تلقى كارثة الاخطاء محدش بيحاسب مفيش ضمير يعني اذا كان واحد ما بيخافش من ربنا في قراراته بس اوز محمود تحديدا متقدرش تمسكها بس اوزك حالة اما يتكرر انا اقصد ايه انا اقصد ايه انا اقصد ان انا اقصد انه انا ما بقدرش انا اتفع معاك انه في اخطاء كثيرة للحكام بس كثير تكررها ايه بقى جوة انا بخير انا اقولك تكررها ايه اه ما انت لما يتكررها بنفس الحكام وبنفس الشخص وتجد حكم عنده جراءة مع اندية بعينها وتجده في المباراة التانية لا يستطيع ان نرفع عينه يعني عاوزه لك ايه هنا بحسابات هاولك حاجة احنا عندنا اللاعب بيغلط كل المباراة وبيفضل يلعب عادي عندنا المدرب بيغلط كل المباراة وبيتبدل على فرق عادي وعند الحكم بيغلط كل المباراة وبيكمل عادي وده تمنتي كويس انا اتمنى ايه اتمنى ايه اتمنى ايه اتمنى ايه اه اه اختيار الراجل برتغالي اه بريرا يطلع يقول انا جايبه يا جماعة الراجل ده مش هو لا يدير لجل الحكام ده هو جاي طيب رتحها طب لو سمحت قول لي تطوير الحكام اللي هيعمله شكله ايه يعني ايه ما تسيبهوش كده عش ما تقولش مشانا لمعينه رئيس لجنة ده رئيس لجنة توفيق السيد ومعه محمد فاروق هو المساعد الاول والنائب الثاني والنائب الثالث يعني عاوز اقولك ايه يا جماعة والله انت ممكن تعمل حاجة واحدة في تاريخك عندما تكون مدير يعني لو عملت تريكة واحدة هتتحسب لك انك انت عملت حاجة صحة يعني عاوز اقولك ايه لو انت طورت مثلا منظومة التحكيم ها هيقوله الاتحاد ده مشي بس عمل نقلة محاشك لتتوقحها عمل وجوه طالع طيب لو انت طورت قطاع الناشئين يعني مصابعات ناشئة على مستوى الجمهورية وجبت ناس تطور هو البنى بيتم تحت يا كريم ولا بيتم من فوق تحت تطور يعني انا ما كامل احترام لما اجيب حد اجنبي اجيبه طور لي من تحت فلو طور لي من فوق طور لي من تحت طبعتها مين ان انا ابني كوادر مدربين الاول سيبك من اختيار اللعيبة على فكرة اذا انت معمدتش كده وجبت الرجل ده وقلت له وتفضل دي وضعينا الحالي اتنين ترى اربعة انا عاوزك تعمل لي منظومة تطور لي وطلع لي صف اول لانه من الشيء المحزن انه التحكيم المصري وهو الذي علم افريقيا كرة القذب وعلم يعني مش عاوز اقول الاشقاء العرب وكان هو المدرسة والمنهة الاول اللي كله تعلم منه وعندنا من الخبرات والتاريخ من اسازتنا الحكام الكبار القامات الكبيرة اللي كانت موجودة يبقى حاله النهاردة مش موجود في افريقيا احسب بالورا والقلم اكتبني مين اخر حكم ادار نهائي دور الابطال الافريقيا مين اخر حكم ادار نهائي الكونفدرالية مين اخر حكم ادار نهائي كأسة الافريقية واللي انت مش طرف اصلا يعني انت عدت ثلاث دورات وما فتوصلش هاتت حكم من عندك ادار مبارئة النهائية يعني عزوه لك ايه لما يبقى المشهد كده واضح عشان سرعات انديها مع بعض يبقى المشكلة عندي انا لازم يمتلك حكام عندهم شخصية ولازم اقبل انديها تحترم وتحترم الحكم بتاع الحكم صحيح لازم يخاف لازم اللعيب ولازم الجمهور يحترم ويكون عندها لو انا كمسؤول وكا ادارة اتحاد قورة ممتلكتش لكن لانه الناس ما عندها الثقة وداخل فيها تفاصيل انت فاهمها واحمد عرفها وكلنا عافونا ونشوف ودخل انا عاوز حكم فلاني عشان يحكم من المشه عشان عاوز اطلع من الثالث للرابع او من الرابع للتالت او انا عاوز اطلع من التاني انا عايز اسمع برضو رأيو سيد احمد جدال قبل مختب في هذا القمر في هذا الملف بلف في التحكيم المصري اه طب ما تيجي نقول بس بابريل الاول اه كان موجود بلد ايه اه طاله اسبوع بل موجود اسبوع في مصر مش لسه النهاردة طاله اسبوع اه نسه اه وراحوا عمل اجتماع مع اه اللجنة اللي معانها دي من 3-4 ايام في احد الفنادق القريبة من تحاد الكورة في الجلسة هو الرجل واخد فيه بقى بقى اه خلي بالك البرتغاليين اسادسة يعني فكرة بقى انا 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 من عبدين انا مصريين لا هم من البرتغاليين حاجة صعبة جدا اه سواء في العقود او في الفهم اه مستهلين وديك شايف فريرة ما شاء الله بيعمل ايه في الزمارك اه تمام ومش عايز يمشي اه وعايز يوعد للاخر المهم بريرة جاي وقاري كل حرفة ايل من كلاتن بيرك بغيرة خلا انت وديتني بقى في حتة تانية طيب او فيه مش عايز يمشي لا مش عايز يمشي مش هيمشي السببه حالي وديني زي الفل حتى لو 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 قدر لو 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 قدر لازمانك خسرة من الترجي وان شاء الله يا باش اديني فلوسي وهامشي هو قاعد كده اه هو قاعد كده انا عايز فلوسي سيبك البروف والاستورة واحنا مفيش منك اتنين اه كل اللي عاملينه الهيصة والهيلمان كلهم ينفضوا منحاولوا وعارفوا لحقيته هو قاعد عشان فلوس عشان حاجة تاني والعلاقة جافاء شديد بين وبين وسامة النبيه وحمد عبد المقصود وبالمناسبة الاتنين برضو هيمشي بعد مرش الترجي مين كانت النتيجة الاتنين هيمشي بعد اللقطة اللي تزاعب بتاعت الملتش لا لأسف كان لسا اسمع راية في موضوع الحكام بس عن اسمها المرجع طيب ماشا بس بتحنيش المرجع انت بدين كتير لا تحتارك بسك في رئابتي طيب مازمك طيب مازمك طيب مازمك طيب مازمك طيب مازمك مازمك طيب مازمك جزيلاً ده كان لقاءنا مع السادزة الكبار استاذ محمود صبري استاذ احمد جلال وضع ايضاً اختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب على الألحة